السلام عليكم شباب وعملين ايه؟ معاكم زميلكم كارم محمود بإذن الله هنستكمل مع بعض مراجعة اللزبط ان شاء الله يكون الفيديو وسيط مش هنطول فيه ممكن نبقى نعمل الفيديو كمان بحيث ان الفيديو ده يكون وقته صغير هنبدأ كده بصورتين تحس ان هما ملهمش ايه ثلاثين لازمة بس نعرفهم اسما يعني ده اول صورة معانا الجندز سكليرا الجندز بص على لساني الطفل كده هتلاقي ايه؟ ازرق يبقى ده سنترال سينوزس يبقى فكر اكتر في الليفر فيرال هباطايتس اوتو اميون هباطايتس ويلسون ديسيز هيمو كروماتوزس اوتو اميون هباطايتس اي حاجة ايه من الزباب اللي تعمل له هباطايتس وخلاص تمام تمام ايه المستيجيشن اللي نعملها في مريض هباطايتس او مريض عند جند اكيد يعني بشكل اساس هنعمله سيرام بليروبن ليورين بليروبن حاجتي يعني ايه كلام قلتلك مش موضوع السؤال يعني بس المستيجيشن اللي هتعملها في مريض هباطايتس هنعمله يعمل له ايه؟ سيرام بليروبن يورين بليروبن ممكن يقول لك ممكن يقول لك مريض ده ممكن هتلاقي عنده هباطايتس ده هتلاقي عنده ايه او عنده سكلير الجندس عنده دارك يورين عنده بلستول حاجات ايه تحس انها برضو متألفة عادي دارك يورين بلستول ويتلس والصور دي برضو بيجيب لك الاثنين مع بعض يعني يقول لكش مثلا دي الوحدة او دي الوحدة لا مثلا بيجيب لك الامتحان الاثنين دلت مع بعض او يجيب لك كزا صورة مع بعض وما بيلزمكش مثلا انت تعمله او تقول له الصين بتاع الصورة ما اقول لك مثلا ايه زي ما موجود في الفايل عندنا يعني هناك جايب مثلا صورة الصينوزس وصورة السكيلير الرشوندس دهيت ويجايب كمان معاهم صورة كلينو داكتل تقريبا ويجايب صورة مش عارفة براكي داكتل يجيب كزا صورة فانت دلوقتي عندك ايه صورة صورة كلينو داكتل تعرف يعني ايه كلينو داكتل اكيد اللي هو الففس فينجر ده حالة دون يعنى بيكون عنده الففس فينجر ده بيكون ايه زي متن القدام جدا طالع طول ده انا عرفت ده كلينو داكتل ايه ثاني النيا يطلبه عنده طبعا هيكون لو طلب مثلا الاثر هتكون مثلا بيكون عنده ميكرونكفالي بيكون ان العين بتاعته ابورد سلنتنج مش عارف براش اي حاجة من اي اي من الاذر السين اللي بتبقى موجوده في حال الدو ده بالنسبة للصورة اللي هناك اللي موجوده في الفايل يعني طب بالنسبة مثلا الاذر السين اللي هنا قلتلك الاف dark urin بالستول ويسكب مش مهم طب بالنسبة لايه الصورة اللي قدامنا دي قلتلك central sinus الاسباب بتاعت central sinus ارجع الاسباب كده بتاعت الصينوزس من الميديول اللي فات او اطفال اتنين كان عندك ايه كأنه عندك حاجات بلمونري حاجات إكسترا بلمونري زي اللي هي الكاردياك و الذي عندي و وفي أسباب تانية حاجه يسمى الميسا جلوبنيميا الميسا المينو جلوبنيميا إن شاء الله يكون الإسم صح فاة اكتب آي بلمونري مثلا زي الاستيقب دي إكسترا بلمونري مثلا يقول له عم زي الهرت فلير أو كنجينية الهرت ديسيد سيني اس وقوله مثلا في هيمورج، في هنفيكشن وزود عليهم الميسا جلوبنيميا دي حلوة قوي كده سيانوزس الانفستريشن اللي ممكن تضربها في حالة سيانوزس طلبه طبعا اي بي جي هطلب له مثلا شست اكس ري هطلب له مثلا اكو هعمل له اللي هو البالتس اوكزيميتر ده علشان نشوف نسبة الاكسوجين فسكب يعني يبقى اي بي جي شست اكس ري اي اكو اي كلام طب ايه الازر سياني اللي ممكن تبقى في حالة سيانوزس يعني الكلام برضو متقلف شورتنس او بريس رابد بريسنج رابد بريسنج شست بين كلوبينج سكب قلت لك السؤال اللي هي في الامتحان لو جيب في الصورتين دولت يعني هجيب لك اربح صور مع بعض او ثلاث صور يعني ايه مش هجيب لك صورة واحدة بحيث انهم يلزمك شي بصين معين فلما يطلب منك اذر سين فمفروض بقى ان انت ايه هتجيب من الصين اللي موجودة عامدك في الكتاب يعني مثلا هجيب لك الصورة دي زي ما قلت والصورة دي ويزود عليهم صورة رابد المصورة والأثر سيين بقى لأي واحدة من دول خلص انا جيب ال spacingB لان انا حافظها اللي بتاعت الدوان بقى اولو مسلا الشخصة هيا بيكون عنده انطين حالة الدوان نرجع وكمسلا ايه حالة الدوان بقى وفتكرها انط نخوش يلا ايه في الصور المهمة بقى الصورة turbans شايفة ديه صورة ايه؟ لانتلعل مشصورة صورة وده لها البصوص وده طفله نايم وهو واقف هايت تمام تمام نفتجينا ازاي او كنا مش عارف كانوا ببصمجه هنا ان الهاي شجرة بص شجرة الشجرة بتبقى طويلة فالشجرة بتبقى واقفة والشجرة بتبقى هاي يعني انا كنت مبصمجة كده ايه على فكرة الموضوع الفرق ما بين هاي هاي الهايت واللينس اعتقد كان عقدة بالنسبة لنا برضو من ايام سنة وبعدها دي فالهايت ده هو ايه واقف تمام شجرة بقى وكده بما انها طويلة يعني جميل جميل ان شاء الله طب النورما ممكن بيرس الك في الصور دي ايه? اي حاجة في الصور دي يعني مسلا يقول لك النورما الهيت سركمفرنس هتقول له كام 47 عند سنة يعني النورما الهيت سركمفرنس مسلا يبقى35 عند سنة 47. طب الاهمية بتاعت الهيت سركمفرنس دا انه هو ايه As's isment of brain growth يبقى اثلاث اسئله على الثار aussi dor женщins السؤال TWO يبقى التلاث اسئله نسئله الده ايه اول حاجة ده الهيت سركمفرنس النورما الهيت سنة يبقى خمسة وتلاتين وسبعة واربعين. اهميته ايه? assessment of brain a gross. ده الثلاث اسئل اللي ممكن يتسيرها على الصورة دي. بعد كده ده مين? ده منجيب حتة بالكاليبر ممكن يسألني اسم الاداة دي اسمها الكاليبر. تمام اسمها الكاليبر وخلاص. جميل جميل. ايه تاني? استخدامها ايه? استخدامها ان هي بتستخدم عشان هل الطفل ده? under or over nutrition? جوج اسس وخلاص. بدل جوج الناس مش عارفة تحفظ جوج. اسس. used to assess under or over nutrition. تمام? المصطلح الاسهل بالنسبة لك قوله. بس تبقى فاهم ان دي هستخدم عشان ايه? assist nutrition. اسس الايه? ال baby nutrition. خلاص. هل هو under or over nutrition? اسس هل الطفل ده under or over nutrition? بعد كده بالنسبة لل length او height اسس ال baby gross. اسس ال baby gross. اسس ال baby gross. او gross of the baby. هنا حاليا منقول اسهل المصطلحات تجاوب بيها. وان شاء الله برضو ما نقصتش فيها. اللي انسوا ال height بستخدامه في ايه? اسس ال baby gross. تمام تمام? يبدأ بقى بيسألك طول الطفل ده او اسناء الولادة بيكون كام خمسة وتلقى كام? بيكون تقريبا خمسين سنتي. خمسين سنتي. بيتضاعف مثلا عند اربح سنين. مثلا يسألك الليل لنس. الليل لنس بيكون اكبر من ال height. برضو ده ممكن يتسيل عادي. تمام تمام? نكمل نكمل نخش بقى على الكيرف اللي قدامنا ده. ده اسمه ايه? ده اسمه ال percentile. اعتقد ده اللي احنا دخلنا باللي متحان والحمد الله ما اسألناش فيه. بس اعتقد يعني ممكن ايه? يزنقنا في الحالات في الميديول ده يعني. فانيبقى دخلين بي برضو. ده اسمه ايه ده اسمه ايه ال percentile curve. اسمه ايه ال percentile curve. اذر كيرف اسكت موجودة عندنا كان حاجة اسمها فيه distance curve. وفي حاجة اسمها velocity curve. حاجة اسمها distance curve و velocity curve. طب ايه هميت اصلا من الكيرفات دي? اكيد ان انا بعمل بقى assistance او مجموعة او مجموعة الاطفال دولت ممكن يدخلوا مثلا في under newtation او في حاجة معينة. فابدأ ان انا ايه? اصلح المشكلة قبل ما تحصل اصلا. تمام? فبريفنتيو. مين? ديكت ال abnormal gross. قبل ما يحصل. تمام? يبقى ديكت ال abnormal gross. يبقى اول واحدة ممكن نكتب العناوين بس في الاول كده معلش وانت بجاوب بريفنتيو. دياجنوستيك وبروجنوستيك. اهمية الكيرفات دي. بروجنوستيك ودياجنوستيك. وايه? وبريفنتيو. تمام? بريفنتيو اللي هي ديكت ال abnormal gross. دياجنوستيك اني ايه? دياجنوستيك وخلاص. بس دياجنوستيك كفاية. طب بروجنوستيك فولو اوب. بروجنوستيك يعني فولو اوب. بتساوي فولو اوب وخلصت. جميل جميل يبقى ثاني. ده اسمه ايه? ده برسنتايل كيرف. ازر كيرفات. ديستانس وفلوستي. طب اهمية ومية. ثلاث حاجات اون. بريفنتيو ودياجنوستيك وبروجنوستيك. بريفنتيو ديكت ال abnormal gross. دياجنوستيك تكفي. بروجنوستيك اللي هو فولو اوب. جميل جميل. في حاجة مرضو معلش هرخم عليك نجيبها من الكتاب ونشوفها سوا. عندنا كم حاجة محتاجين نحن نقولهم من الكتاب مننا بحس يبقى احنا نلمينا كل حاجة. اول حاجة هي حطة ال anterior fontanel. ممكن يعني يجي لك صورة في اللي امتحان صورة anterior fontanel بكل بساطة عادي. تمام؟ هي مش موجودة في الفايل. والدكتور قاليتي اعرفوها برضو. ال anterior fontanel النورمال بتاعها انها بتكون at burst تكون حوالي ثلاثة فنجر. ثلاثة فنجر. وبعد ست شهور بتبقى اثنين فنجر. بعد سنة بتبقى فنجر واحد. بعد سنة ونص بتبقى closed. ثاني بتبقى في الاول ثلاثة اثنين واحد. اول طفل ما بيتولد. ادبرس يقولك ادبرس تبقى كام؟ يقولك ادبرس ثلاثة فنجر. ثلاثة فنجر في البريس بتاعها. بعد ست شهور سنة ايه؟ اثنين فرجة. يبقى هي معناها كده انها بتبدأ طفل عند ست ايه؟ عند ست شهور. عند سنة. تمام تمام. طبعا لو ايه يقولك لو حصل delayed closure ده معناها امتى? ده بعد سنتين. delayed closure قبل ايه بعد سنتين. بريماتيور closure لو بدأ التفل قبل سنتين. قبل ست شهور. برضو حتي ست تيسك لازم انت تبقى حافظه. هجيل مثلا من ايه؟ ضمن الصور اللي احنا نقولها. للطفل عنده موجود. طبعا انا عارف ان الانسيزور بيبدأ يتكون عند ست شهور. عند ست شهور. طب البرمن انت بتاعه بيبدأ يتكون عند امتى? عند سباح سنين. يبقى الانسيزور عند ست شهور. البرمن انت بتاعه عند سباح سنين. تمام تمام. عند سبع سنين. نبقى برضو عارفين الحاجات دي. قلنا طبعا ايه؟ ممكن نجي برضو بدل صورة اللي موجودة هناك. يجيب لي مثلا مكانها الميت ارمي سركانفرنس. ابي عارف ان الميت ارمي سركانفرنس ده. ده واحد برضو من البرامتر اللي انا بستخدمها. توقت ايه؟ تؤسس الجروس وخلاص. او تؤسس مين؟ هل الطفل ده؟ under or over nutrition. بس كده. تؤسس if baby under or over nutrition. كلام ايه؟ نقوله كده بشكل بسيط وخلاص. اني بحافظين برضو الارقام بتاعته. النورمال بتاعه 13.5. من 13.5 ل 12.5 يبقى ده ايه؟ ده ايه؟ ده ميلد مال نتريشن. ايه؟ ايه؟ يبقى ده مال نتريشن. والسكين فولت تست قلناه. وننساش الرقم بتاعه 13 ميلي. اللي ايه؟ التستات اللي احنا القصد الكيرفات اللي احنا قلنا عليه. احنا قلنا هناك ان الكيرفات دي عندنا تلاتة كيرفات. ديستانس كيرف وفلوسيتي كيرف والبرسنتايل. الصورة اللي كانت عندنا هناك كان البرسنتايل كيرف. تمام تمام؟ عندنا اول حاجة معنا نتكلم عليها بايه؟ الفلوسيتي كيرف. الفلوسيتي كيرف. بيقولك ان الفلوسيتي كيرفة بيجيب لي حاجة معينة وبتابعها. يعني مثلا طول الطفل ده. وبتابعه خلال مثلا المراحل العمري. دي معنا الفلوسيتي كيرف. اننا مثلا عندي. الطول. وابدا مثلا ايه اتابعه خلال مسألة مرحلة المرحلة الامفانت. او مرحلة الميت جروس او اثناء مرحلة مثلا الادلسنت. دي ايه؟ ده معنا الفلوسيتي كيرف. سيقول لك أن انا لدي 3 سبيرت infantile grosses bird, mid grosses bird, and adolesense grosses bird هذا infantile grosses bird أكثر مرحلة الطفل يكبر فيها أكثر مرحلة يحصل فيها نمو لأنه يحصل طول الطفل يتضاع في خلال أول أربعة سنين ففهم الفكرة في هذا المرحلة يدعي أكثر مرحلة ونسميها infantile grosses bird وبعدين مرحلة بسيطة نسميها mid gross وبعدين اخر مرحلة الكيرفيك الثاني سيجيلك في الامتحان الكيرفيك تقول له infantile grosses bird يبدأ بيسألك على كل واحد هذا infantile grosses bird خلال أول سنة نحن نسألين يعني هو أول سنة هو خلال أول سنة وده بيقول لك الماكسما يبقى ثاني infantile grosses bird ده أول سنة ماهي تجيبه؟ خلال أول سنة من صفر الواحد يعني طب بعد كده mid grosses bird هجيلك ليه الكوز بتاع mid grosses bird ده ايه الكوز بتاعه؟ increase the production of adrenal androgen ده السؤال اللي احنا عوضين mid grosses bird من 6 ال8 سنين وسببه ايه؟ increase the production of adrenal androgen increase the production of adrenal androgen تمام تمام طب adolescence grosses bird اللي هو أخر واحد ده سببه ايه؟ increase the gonadal androgen يبقى هنا adrenal androgen وهنا gonadal androgen ثاني ان شاء الله تكون الناس منذكر الحاجات دي من النظر يعني يبقى mid grosses bird من 6 ال8 سنين والسببه زيادة production بتاعت adrenal androgen تمام؟ إنما الادلسانس grosses bird سببه ايه؟ زيادة الجنادة الاندروشد ده adrenal وده جنادة الاندروشد بعد كا تكلمنا عن البرسنتيل ايه؟ البرسنتيل curve تمام؟ طب اهميتم ايه؟ قلنا تلات حاجات preventive وdiagnostic وبروجنوستيك preventive تمام؟ preventive ايه؟ preventive abnormal او detective abnormal gross detective abnormal gross وخلاص تمام؟ ده اجنوستيك تكفي prognostic follow up اكتب جنبها follow up برضو ده اسمه ايه؟ ده catch up gross catch up gross curve يعني تمام؟ ده catch up gross curve نبقى عارفين برضو شكل بعد كده موضوع بقى الايه؟ developmental assessment الحاجات الصراحة كلها حفزة يعني الكلام ده ممكن هنتزيل عليها هنده صور كتير يعني مثلا ايجي لها الصورة دي في الامتحان ده صورة ايه؟ A crowling the crowling ده بيبدأ ايه؟ عن تسع شهور مثلا ده ايه؟ ده صورة ايه? طفل بيحاول يقف عن ايه؟ بيبدأ يحاول يقف عند ايه؟ عشر شهور الطفل مثلا بيمشي لوحده او بيمشي حد مسكه مثلا عند كام عند سنة طب ييمشي لوحده مثلا عند خمستاشر شهر تمام؟ ايجيبلك الصور دي كلها ممكن يتيجي في الامتحانة عادي وموجود عندنا ايه؟ موجود عندنا فالسبوطس هناك فيعني ربنا يسطور يعني ما يبلناش حاجة ريخ طب مثلا نجيب لك صورة من ضمن الصور يقول لك ايه هو الطفل ده بيعمل ايها تقول له مثلا كراولينج طب الطفل اللي هو الكراولينج ده عند كم شهر عند تسح شهور طب ايه الاسباب مثلا لتعمل developmental delay في الطفل ده يلا بقى حاجات بقى اعتقد بسيطة ايه الحاجات اللي ممكن تعمل delay في اي طفل nutritional, psychological, environmental بص اي سبب انت مش عارف قوله طب جد يبقى هنا ممكن نقول congenital, genetic, nutritional, psychological, metabolic, infection اي سبب انت بقى اي حاجة تمام تمام congenital, genetic, infection, psychological, nutritional, hypocyrodyism حلم تمام تمام طب ايه هي الفاكتور برضو ده سؤال رابع ممكن يسأله ايه الفاكتور اللي بتأثر على الجروس تمام وممكن يحدد بقى ممكن يحدد اني يقول لك مثلا ايه ال endocrinal factor وايه ال non-endocrinal factor اللي بتأثر على الجروس يبدأ مثلا ال endocrinal factor هتقول له فيه direct و indirect direct مثلا زي gross hormone والsyreuth hormone والsyreuth hormone نحفظهم كالعومين بس direct زي gross hormone, sex hormone والsyreuth hormone indirect زي insulin والvitamin D cortisone والinsulin like gross factor معلش هو حفظ بحت معلش ال non-endocrinal بقى حاجات تانية زي psychological, environmental, environmental ومنت الحقيقة اللي هي تلك الباقية كلها تمام تمام يبقى تانية الاسئلة اللي ممكن تسيل عندنا ايه ال endocrinal factor اللي بتأثر endocrinal و non-endocrinal direct و indirect direct مثلا زي gross hormone زي السيرويد زي 6 hormone gross hormone والsyreuth والsex hormone اعتقد دولت اصلا الاساسيين بتاع اي نمو اعتقد دولت تكرامة ال endocrinal factor هو ما يحتاجنا كم المهم llega لك كل صورة بقى الاسي طفل تجاء يحاول يرفع رأسه. عند ثلاث شهور. الطفل يحاول ان هو يبقى عند ست شهور. كراولنج عند تسح شهور. يجري عند ثمنتاشر شهر. يجري عند ثمنتاشر شهر. بيمشي عند هلو ايه? يعني حفظه. عمليه حفظه. طب بيقول لك مثلا نيم انشان النام. دولات بيعبروا عن ايه طبعا الجروس موتور. دولات اللي هو الجروس. يعني انت عارف انه فيه موتور. فيه سوشيال. تمام? تمام? فادولات ايه? فادولات دي تعتبر جروس. شهر بايه اللي مكتوب ده الصراحة بس ايه? منشان توكوس اف دليا دليا. الحاجات اللي تعمل دليا في الديفالوبمنت. قلت لك اكتب جينيتك كونجينيتال. اه سايكولوجيكال. ايه تاني امفكشن. اي حاجة انتعرف? جينيتك كونجينيتال. سايكولوجيكال. امفكشن. اه هيبو سيروديزم. كل حلو. فيش حاجة تقول لك لا ان شاء الله يعني. ده الحاجات اللي هي السوشيال. اه مسلا اللي هو يضحك لما انتو مش عارف هنا مكتوب اربعة. او يتعرف على مامتو تقريبا كده على ستة شهور. تذكر الصراحة بس مش عارف. المهم يعني اللي هو يبتسم السوشيال اسمايل عند شهرين. اه مسلا اه مسلا ريكونيز الفازر بيقول لك عند تسح شهور. اه فنجر فيد او اللي هو يأكل نفسه كده عند سنب. تمام السوشيال ديفالوب منتوات. ده الحاجات اللي هي الفاين موتور بقى. حاجات اللي هي الفاين موتور بقى. اللي سكيلز بقى بتاعت الطفل. زي مثلا اللي هو بلاي وث هند والكلام دي كل. امش هنطول فيلقى انه عبارة عن ايه واحد يتحافظ هيروس ان شاء الله. طب تعالى ان احنا نتعرف بقى ردي. الطفل العمر بتاع الطفل ده بيقول لك اللي ايه. انت تعرف ان السنترال انسيزور تقريبا بيبدأ عند ستة شهور. تمام? عند ستة شهور. دة يعني فيه سنترال انسيزور جنبيه جنبيه تقريبا dellاترال انسزور كمان اللاترال انسيزور بيبدأ نقول ان ستة شهور من ستة تسعة شهور. لان ده هذا هو الاترال فهذا يبقى عمر الطفل من 6 إلى 9 شهور اكتب كده افضل هذا الاترال ستة دي خلينا من 6 إلى 9 شهور طب الحاجات الممكن متوقعة في الاترال الطفل ممكن يعملها خلاص قول بقى الحاجات من 6 إلى 9 شهور والحاجات 6 طبعا عنده 6 شهور الطفل ده كان مثلاً يقولك الطفل كان يعمل كراولينج كان يقدر يعمل كراولينج ايه تاني الطفل ده كان عادي يعمل الهيت سببورت اللي هو الحاجات كلها خلال 9 شهور تمام اي حاجة مثلاً خلال 9 شهور يعني ممكن تقولها مثلاً الهيت سببورت اللي هو مثلاً كراولينج جميل جميل طب برضو الصورة الهيتة دي مهمة plan طيبة يقار Late طيبة خلال المصال طيبة صورة السلطة خلال أول السلطة لان الـ Central Incisor كان عند 6 شهور هذا هو الملك تيس بعد ذلك يحصل لهم بأنهم يقعوا و الـ Berminantesis تبدأ عند 6 سنين اللي هو الـ First Moner وبعد ذلك عند سباح سنين الـ Central Incisor هل يبقى الجابة بتاعتي هنا هتبقى سباح سنين اللي هو الـ Central Incisor هذا اسمه ايه الـ Gross Velisotekerv اسمه ايه الـ Gross Velisotekerv اللي السائلين هناك كانت اسمها الـ Infantile Grosses Burt و هذا الـ Mid Grosses Burt و هذا الـ Adolescence Grosses Burt Infantile Mid Grosses Burt و هذا اسمه الـ Infantile Grosses Burt او الـ Adolescence Grosses Burt نعم؟ طب يلا يبدأ اسألك مثلا عن كل واحد سبب مثلا سبب الـ Mid Grosses Burt كانت زيادة في افراز الـ Adrenal Androgen سبب زيادة في الـ Adrenal Androgen طب ايه كان سببه ايه؟ كان سببه زيادة في الجنادة الأندروسي تمام؟ طب ايه الاسباب اللي بتأثر مثلا على الـ Gross اي حاجة انت تعريفها بتأثر على الـ Gross مثلا بيقولك ايه ما يكتفض بيقول؟ لا بل سبب زيادة بيقولك هاي سبب الغائف أسباب بيأثره على الـ Gross انت مثلا هتقول فيه أسباب بتأثر كما تكون كما تقول فيه ark مثلا 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 بيقول لـ وبعد يجب ان تقول الحاجات اللي احنا عرفينها اللي برا اللي كانت مثلا اندوكراينل ونان اندوكراينل قول اي حاجة من النان اندوكراينل او اندوكراينل عادي تمام اي حاجة زي اي زي جينيتيك نيوترشنال سايكولوجيكال اي حاجة خلاص ده بسيطة يبقى تاني تقول تلاتة فاكتور افكت انجلو جروس اي حاجة بور ماتيرنا ماشي عاوز تحدد ما تحددش بور ماتيرنا وبعدين اضيف كمان حاجات مثلا 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 نيوترشنال جينيتيك انفكشن انفيرومنتل سايكولوجيكال اي حاجة من دول ممكن بس حلوة او تمام دلوقتي هنخش مينة على بريست فيدينج برضو شبطة بريست فيدينج من حاجات اللي اي المهمة ان شاء الله يعني الحاجات اللي في الاول دي تكون اي واضحة يعني خلاص احنا قلنا هنا اي طفل عنده اي من ستة شهر لتسعة تبدأ تقول مسلا الحاجات اللي عند ستة شهر لتسعة بعد كده قلنا ده اسمه ومسلا لو اسأل على الكيرفات التانية مثلا فيه وفي اي وفي ديستانس كيرف اهميتهم اي قلنا بريفنتيب وديجنوستيك وبروجنوستيك القوز بقى قلنا دي اسمها دي قلنا دي اسمها اي الانفنتايل ودي الميت جروس ودي الادلوس عبقا نخش برضو بساط بازن الله البرست فيدنج بتحاجات برضو المشهورة هتعلق عليه لو لقيت صورة طفل وبرست بس كده يبقى دي مشكلة في الاتتشمنت انما لو جايب لك صورة مثلا طفل كامل زي مين زي دي كده فدي يعني يقصد غالبا الوزيشن بتاع الطفل ده تمام يبقى لو الطفل كامل فعوز يقول لك خد بالك ان الوزيشن بتاع الطفل ده في مشكلة انما لو جايب لك مثلا صورة زي دي لأ يبقى قصده كده على الايه على الاتتشمنت لان انا مش شايف باقي الطفل عامل ازاي تمام وهكذا اي صورة من دول تمام تمام فهينا بقول لك مثلا ايه ده جود تتشمنت مش هتيجي في الامتحان مثلا لحيطة جود تتشمنت تمام واصلا يعني جود تتشمنت يعني اربع حاجات تمام اربع حاجات اتقدرين جدء الاتجمنت اربع حاجات والبور والبوزشن برضو في اربع حاجات يبقى عشان اقول انا مثلا في الامتحان قلت له جدء اتجمنت او مثلا بور اتجمنت والنبي لما exponent what you do اللي هو المفروض ان انت عرفت من خلالهم يعني ده جدء اتايشمنت انا عرف ان ده جدء اتجمنت يبقى المفروض في ايه في اربع حاجات زي ايه طفل شايف بقه كبير اهو تاني حاجة يعني شفة بتاعته مقلوبة او بالاش ايه بالاش المشطلح الكبير ده خلاه ايه ايه تاني ايه تمام يبقى الطفل ملمس مين البرست اه المور اريولا ابوف الاريولا بتبقى الاريولا يعني بتبقى باينة من فوق انما الطفل بيكون ايه ملمس اكتر من تحت يبقى تاني تمام يبقى ايه ايه زهرة من فوق اكتر من تحت يعني وكان في حاجة كمان تمام يبقى تاني ماشي واللي تشين تتش البرست ومور اريولا ابوف زنبلو انا حافظ اول اربعة لس تمام ومور اريولا ابوف زنبلو تمام تمام ده بالنسبة للاتتشمنت باينة تبقى عكس الكلام ده يعني مسلا يبقى ايه ايه اه نارو ماوس او نارو اوبين ماوس لور ليب ترند اوتورد خلبت بدل اوتورد انورد لور ليب ترند انورد اللي تشين نوت تتش انج البرست الاريولا اه مور اه اه نوت مور ابوف يعني او اعكس الاريولا مور بلو زن ابوف اعكس او خلاص يعني طب تعالى بس نعلق على الصور اللي هدي في الامتحان وبلاش فازلك انا شايف يالله الصورة الي قدامي دي او الصورة دي كده الطفلة ايه كده الطفلة ده مش كايف مكان او يعني مش واد اوبين ماوس فهقوله ايه كده بدة برق التاشمنت طب ببور التاشمنت وخلاص لا ما ينفحش اقول برق التاشمنت وخلاص بور التاشمنت وكمل اللي هلم我們 حافظين احكس بها الكلام اللي احنا لسا يلينه فوق . . . . . . اللي ايه فايقق الثانة الرتوناة ويبقى هاي فايقق ال�eton المور الريل الط~~ الي ايه اوثف الي انتم شايفوا او ايه مشكلة هقولوا ده بعدها Their sa texts هل هذه المعارضة قد أخذها ؟ هذا المعارضة الوضع حيث شخص تقرير المعارضة حيث ما أشعر في هذا المعارضة من الوضع ممكن أن تكون مختنع بدول. هم مش غلط. بس الدكتورة كانت قالت الحاجات اللي انا بقولها اللي هي بتاعت مسلا البريست انجورجمنت والحاجات تانية بتاعتها يعني الحاجات التانية بتاعتها البريست انجورجمنت والمستايتس والبريست ابسس والبريست ابسس النيبل فيشر. تمام درويف كلهم برضو ويندرجه تحت البرأتتشمنت تمام 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 بريست انجرجمنت والمستايتس والبريست ابسس والنيبل فيشر عاوز بقى تزود مثلا حاجة من دول اللي هو بورس ليبينج ببقى انه يعني كده ما بياخدش كفيته من الرضاعة مثلا كونستيبيشن تمام تمام يلا تعالى نشوف يلا بيقول لي ايه الصورة ايه هنا الصورة ايه مكتوبة ايه فيشر دنيبل هو الدكتوره تقريبا مجاوبها مش فشر دنيبل مجاوبها اه انجرجمنت معاني الصراحة مش مقتنع بياخد ايه اجابتهم ايه اللي صحة لانه مش بياني ده انجرجمنت خالص يعني بس ممكن يسأل فيه سنة سمعتها في الريكورد قالت ان ده انجرجمنت تمام تمام وده ايه ده بور اتتشمنت تمام ده الصورة بور اتتشمنت ودي على علامة استفاهام هل ده انجرجمنت ولا نبل ده فشر او فشر دنيبل يعني بعد كده idezione of exclusive breastfeeding هو كلمة واحدة بس في الاكسج PLU الكتور بإذنة كتورة المجاوب или45 واحد ع چهر اسyers من اجركم بريست ملك شود بي جيفن في اول ايه اربعة لستة شهور طب يسألني بقى الادفانشلز بتاعة الاكسوكولوزب بريست فيدنج هيسألني بقى هي المميزات بتاعة الاكسوكولوزب بريست فيدنج اقول له ايه اقول له ده ان الاكسوكولوزب بريست فيدنج ده ايه بيعمل لي انشيشن لله اسمي دهوط استويني سألني مشوفه اخصي الاهمية بتاعة الاكسوكولوزب بريست فيدنج نفس 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 الاهمية بتاعة الا بذلك ، بفنة بركزة ضيارة كان هناك 4 أشياء إذا كنت أبدأ ، فهذا عدد مختلفة فهذا ما يدعى ديارة لديك ديارة فهذا카 الأشياء فهذا ما يدعى ، فهذا كنت أضحق أردت مختلفة وجهتي في هذا المستوى ديارة وضع عن بريستي بريستي يبقى أو اصداد من تحضم الناس هذا في إيجاد الأيام الناسata والاضيارية والبريست cancer والبوستوبرتم heimرج والملنوترية هذا فقط هذا بالنسبة لمن من مستخدم الكلام هذا يعبار عن ان البرست ملك تحتوى بسيطة من المنزل في تحضيرا من المنزل للزيجيز حسنا نقول للك ما اقول ان يعني يعني ماذا تعتقد دكتورها ايه؟ ودكتورها جوابتها انه ده هنعمل له ايه؟ هنعمل له وانه نعمل الاسبريشن للملك هذا جوابتها كده هذا على انها يعني اصلا صراحا مش بان على ان هي فشر دينيبل خلص فحنا ممكن ان نمشي برضه مع الكلام دكتورها ان ده ايه؟ بعدها نعدل ده بدل هي ما فشر دينيبل نخليها انجارجمنت فعلا وخلاص وعدها على طول ايه هتبقى انجارجمنت بريست انجارجمنت نаявرت بريست انجارجمنت الطريق تحتار burke ميلك اكسبريشن والهوط falar على طريق الهوط فرمنتشن ذا ينabi صورة ثانية سريعا ايه هتبقى تحتارض هي ر no wide open mouse نقوم بإمكانك 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 ترى من فوق احسن الـ no wide open mouse الـ lower lip turned inwards والذي تشين قويه from the breast و هذه الكلام لا تقول لك بس ان انت عندك بورقة تتش ميمة وتسكت هل صح؟ برضو نقطة مهمة و قلنا هنقول ايه? ده عبارة عن ان الـ breast milk should be given alone بأول 4 على 3 شهور و حلوة أو كفاية نزود الـ advantage's او benefit's نقوم بإمكانك ذكرى اشتقو المف sized ف expand الميتكسدي ثم اسم هذا الشكل الجفل واضح مسضبة فعلا ده شكل فشارد نيبل فلده ايه? ده فشارد نيبل الملك الليكة المستشعى اكيد باين ده هو تعويرايات خلاص يبقى ايه ماركت بين انزا بريست دورينج فيدي طب القوص بتاعتنا بوراتاتشمنت تمام يبقى ايه الكوص اتاشمنت البراتاتشمنت الكلينيكا اللي بتاعتنا هتبقى ايه? بين الكمبيليكيشن اللي ممكن تحصل للايه? للنتيجة للفشارد نيبل ده ايه? ممكن تعمل لي مثلاً Infection فتعمل لي Mastitis و Breast Apsis وال Candida Infection كان بأي؟ Best to the Breast أول واحدة Candida Infection دي اللي مكتوب عندنا فأي أول واحدة فعلا نكتبه Candida Infection وبعدين مستيتس و Breast Apsis Candida Infection يبقى دي صورة مين؟ Fischer Denable المالكينيك المانفستيشن اللي هتيجي بيها بين Possible Code for Attachment الكمبيليكيشن أول واحدة Candida Infection وبعدين Mastitis و Breast Apsis دي صورة مين؟ انا شايف انه مفيش اي حاجة غير ايه؟ Breast Engargement تعال بقى صلعين ابي قاعدة الصلاة عاوزين نفرق ما بين ال Breast Engargement وما بين المستيتس المستيتس الفرق الوحيد لما بين المستيتس وال Breast Engargement ان المستيتس بتكون لونها احمر يعني لونها احمر قوي يعني استنى نشاهد صورة المستيتس اهيه شوف دي فيه Breast Engargement على فكر بس لونها محمر قوي شوف انما هنا فيه Breast Engargement ولكن لونه مش احمر جميل جميل فالمستيبروبال دياغنوزوس هنا مينفحش ان انا اقول ايه؟ مستيتس لا لون لسه مش محمر ولا حاجة لسه في الاول فهذا Breast Engargement تمام تمام طب المين الكرينيكي المنفسيشن بتاعتنا المريض بتاع اللي عنده Breast Engargement هاي بيجي ايه؟ Enlarged Breast Enlarged Tender Breast بيجي حلو قوي Enlarged Tender Breast without لا يوجد ايه ولا Fever ولا Hotness ولا Tenderness ولا Tenderness ولا يبقى Breast ايه؟ هاو نكتب Breast Enlarged و Tender Breast Enlarged وتender ايه ثاني No Knessetional Manifestation اي واحدة من دول الكوز الاساسي Bore Attachment Bore Attachment وبالتالي الملك بيحصل له Retention جوا يبقى Bore Attachment Bore Attachment فالفكر اصلا ان انا اخلي الطفل يضغط على الاريولة مش على النيبل بس ما انا ممكن اخلي الطفل اصلا يرضى يعني يحصل يعمل فيدنج مسلا من النيبل بس لا لان من السينوس اللي بتبقى موجودة عند الاريولة عند الاريولة السينوس بتاعت الاريولة لما اضغط على السينوس يدفع اللبن من هو يخرج انما لو ضغطت على النيبل من برا انا قفلت الخرطوم او الحاجة اللي بتخرج اللبن انما عندما اضغط على الاريولة من هنا بخلي اللبن يندفع ويخرج هذا اسمه هذا هو بريست انجرجمنت وعرفنا السبب بتاع بور اتتشبنت وبور ساكلنج بايل البيبي هذا ايه؟ اعطاك الدمش بريست طالما في حاجة حمرة هتقول ايه؟ يا اما مستيتس يا اما بريست ابسس بس دي حاجة لوكولايزد طالما لوكولايزد يبقى ابسس المهم ده على طول بريست ابسس ببعينها لوكولايزد نفس الوصف اللي فوق وزود على العرب جهة الانفلاميشان هوتنس وريدنس وتندرنس يبقى تريتمنت يبقى الاتش بطيك محدش اقول لك لا وتوكسيمية وفيبر وتوكسيمية وفيبر بما ان البرضو دي انفلمش يبقى localized enlargement وبعدها hotness و redness وتenderness وزود عليها فيبر طب التريتمنت طالما في ابسس يبقى لازم انا اخرق ايه اعمله انسيجن وانتيبيوتك لازم انا افضل الابسس ده وانتيبيوتكس يبقى انسيجن وانتيبيوتكس او اقفل ايه اعملت الوضع دي فترة يبقى انسيجن وانتيبيوتكس يبقى temporary incision of breast feeding او temporary stopping of breast feeding وانسيجن وانتيبيوتكس ده على طول في enlargement او ديفيوز وهو المون اخمر يبقى damastitis على طول damastitis المنكل الكرام المنفستيشن او البريستى يكون عاملة كم؟ نفس الوصف اللي فوق بيكون Diffuse enlargement ودفت بقى الحاجات اللي هي hotness وredness وتenderness وconistational manifestation يبقى اول ما شو الصورة اي صورة من اللي فوق وحدد لو اوبا ابسس يبقى وضيف عليها اللي هو هوتنس و ريدنس و تندرنس وتوكسيميا و فيفر تريتمنت كان انسجن و انتبيوتك هنا التريتمنت برضو نفس الكلام فيهم كلهم اكسبريس البرست ملك تمام تمام و ايه تاني وانالجيزكس و انتبيوتك و انتبيوتك كل هالحكالات بتعادية خلص انالجيزك انتبيوتك و ايه اكسبريست او عم في الاول خلص البرست ملك ثمام ا attractive او او مونيليزيس نتيجة نبالイخ ان عليه او ايه او او مونيليزيس اكل او انفیکتاد نبال الا ضرب من له ايه او صامت بالأو ال держالات سبب مين الكاندي ده تمام تمام فعمالي قرى المنوريز يعني دي ايه دي او البوزشن بتاعة اللي احنا بنشيل فيها الطفل البوزشن زي اللي انا بنشيل فيها الطفل فيه البوزشن اسمه الكرادل وفيه حاجة اسمها الكروس كرادل وفيه بوزشن تاني اسمه فوتبل لن نضع الوضع من الجهازين و يوجد وضع الوضع مكانه يكون لدينا 4 موضع جهازة ماء و يوجد مودع يوجد فتبول ماء و الغ continents تنظر ذلك و سوف نفسها مادم فتبول مختلفة من مفتول فتبول يمكن أن أخبرك بفتبول إ При outarm يوجد موضع موضع هذا اسمه كرادل و كروس كرادل اسمه كرادل و كروس كرادل و كروس كرادل فوتبول و دي لاينج كده الحمد للحنا خلصنا الحاجات بتاعة البرست يميل جميل فيه صورتين كده تحس ان هم علامات اعتراضية كده دولت تبع الجنرال برضو الصورتين دولت تبع الجنرال يعني ايه تبع الجنرال مثلا زي الصورة الكليون دكتل دايت هذا يعتبر جنرال بك continu سوف نقطع الجنرال سنقصد مليم و البرست عن الدول عبره عن الجنرال ممكنني اسألك السبب تابع الجنرال بسم على هل حيبوبليجيا في الميدلفاليكس gr Sc nursing خريطان عد اطلبها في مريض زي ده طب الاثرسين في مريض زي ده الحاجات ميكرو كيفالي براكي داكتل براكي داكتل الحاجات الثانية بتاعت الدون ده مين ده كلابينج ممكن نسألك مثلا ايه الصعتك دي صعبة طبعا الاسباب بتاعت الاسباب اللي بتاعت او مثلا الانفكتف اندوكاردايتس برضو سببين دولت كنا بعمل الموضوع ده الصورة دي ده مفروض تبقى موجودة هناك في الموضوع بتاع الريكتس ده صورة مريض ريكتس رجلة عنده لو تلاحظ كان فيه رجلة عندها نوكينج عاملة زي نوكينج ني كده و رجلة عاملة خارجة البرا في رجلة عاملة بوينج بوينج مثلا كده و رجلة عاملة زي نوك ني فالصورة دي ايه بتاعتين مريض ريكتس الاثنين على بعض يعني الرجلة الداخلة دي والرجلة اللي خارجة دي نسمى الديفورمتي اللي اسمها ويندسويبت ايه ديفورمتي ويندسويبت ديفورمتي ده مريض ايه مريض ريكتس ويبدأ يسألك اي حاجة في مريض بقى الريكتس مثلا الاثرسيني اللي ممكن لها في المريض زي ده يبدأ من اول فوق خالص عنده عنده كرينيوتيبز عنده مثلا الروزاري بيتس عنده مثلا بايزون شست عنده مثلا كيفوزيس عنده هباتوسبلينوميجلي ايه هباتوسبلينوميجلي تعريبا او الابدوميالدستنشن يبدأ اسألك اي حاجة في مريض للايه الريكتس سنقول كمان شوية مردو اهو دخلنا بصوص ويحنا ممكن ايه ناخد اووربيو كده على الريكتس عشان نوى التعريبا ايه ما ستبش حاجة في الاسئلة دي او ما ستبش حاجة في موضوع الريكتس الاو اسأل عليها فتعال نعدي عليه كده سريعا احسن هنقول مع بعض كده موضوع الريكتس سريعا 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 لان كل نقطة فيه عبارة عن سؤال هناك في الزبط فاول حاجة ممكن نسئلها في صورة ريكتس ايه هي الكوز اوف ريكتس يلا واحد ديفيشنسي اوف فيتامين دي ولو سأل اهو المين كوز للريكتس هقول له ايه ديفيشنسي اوف فيتامين دي تمام بس كده يبقى اول حاجة واحد لو سأل سأل على الاسباب كلها يبقى ديفيشنسي اوف فيتامين دي ايبقى واحد نقص فيتامين دي فيتامين دي اثنين الهايدروكزيلاز انزيم ثلاثة اندورجان رزيستنس ثلاثة اندورجان رزيستنس وبعدين برايمير فوسفيت ديفيشنسي والصراحة السؤال ده عمره ما جاء هو السؤال اللي بيجي دايما ايه هو المين كوز اقول له على طول ايه ديفيشنسي اوف فيتامين دي حتى ايه الهلكاء فالمين ديفيشنسي هو الكومنستوطيب فالمون كوز هو ايه جميل جميل هيجي لك في السلام في الايه يقولة لك قول لي مثلا السكليتال المانفستيشن لمريد الرزيج السؤال مثلا السكليتال المانفستيشن الي كانت في الهد ايدي يدي اثنين ديلائي ديلائت كلوجر والانتيرفونتانيل واحدة تانين تانين ايه الفرانتال والبريتال بوسينج والكرينيوتيبس تمام؟ يبقى ودليت تيسنج وعندي الحاكتين الثانيين فرانتال وبرايتل بوسنج يعني مثلا الصورة دي عندنا هناك فدي عبارة عن ايه؟ سيب انت شايف كده؟ اقول لك مثلا ايه؟ فرانتال بوسنج مع مين؟ مع طبعا ايه؟ انلرجة هيد ومعها فرانتال بوسنج فرانتال بوسنج يبدأ بيسألك اي حاجة تانية مثلا الازر سين اللي ممكن تلاقيه كما talking to know ومعها الفرانتال او ريكرة 1974 مع الروزاري بيتز يSaلك المسألك الم implement ماذا العبارة عن القيامة الوضافية الممكن دونالسلقل مثلا ايه ؟ نجاتف انتراسوريسيك برجر نجاتف انتراسوريسيك برجر هارجنسلقل ديوتوب بول ايه ايه في الديفرام الديفرام شد كده على الضلوء يبقى ايه ؟ اما ايه عبارة عن بول ايه في الديفرام وده ممكن اليه اللي هو الشيست بيكون صغير او منسميها البيجينشيست بيجينشيست شيست يبقى تاني دي صورة هتجلنا عبارة عن ايه روزاري بيتس الاغذر سين تقولي البقى ده مكرو كافلي او انلرجت ايد مع فرانت البوسيك وبرده ممكن اسألك في ايه ؟ في ايه سينز تاني برده الصورة دي عبارة عن ايه بالنسبة بقى للكستريمتز عندك برودنينج الحاجة اللي تبقى شايفها اول حواحة اسمها البرودنينج او انلرجت اند او في اللونج بونس انلرجت اند او برودنينج حلوة ايه برودنينج او ايه تاني او ممكن الاقي بوينج فين بوينج ايه ممكن الاقي بوينج تمام اسمها ايه باسمها بوينج او ممكن الاقي نوك نيه اي حاجة من الاتنين دولت ممكن تبقى موجودة تمام تمام برودنينج هشوف الصورة دي اقوليه برودنينج طب مثلا يقولك الاثرس ايه clinical sign او لا فيه مرفان sign او في مثلا فيه green stick deformities تمام فيه مثلا نوك نيه بالنسبة للنسبين كان جايب لنا صورة الايه الدورز الكيفوزس تمام تمام بالنسبة للبلفس في ايه ابستركشن وكام مثلا ممكن في الامتحان يسيب ده كله وقولك مثلا اقولي muscular manifestation المريض عنده ريكتس يبقى عنده نقصف الكالسيا نقصف الفوسفرس وبالتالي خشمين في hypotonia delayed motor function او delayed motor او delayed motor development حلوة we abdominal distension نتيجة الايه نتيجة للهيبوتونية يبقى delayed motor development وايه وhyبوتوني Neurological irritability sweetening titany convulsion irritability sweetening and titany convulsion early manifestation برده ما استفعش يبقى فيه irritability and sweetening and carinotables and rickety cruisaries irritability and sweetening and carinotables and rickety cruisaries الكومبليكيشن والله تانيما مستيب حقيق الكومبليكيشن ممكن تحصل للمريت زي ده recurrent chest infection نتيجة لل and chest deformities a 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 لدينا ثلاثة deformities واحدة GIT ثلاثة deformities اللومسكريتال deformities ووشست deformities وبلفك deformities GIT التتاني برده مثلا جايب لنا صورة ويسألك مثلا الديفرنشال دياجنوس اقول له ايه ان في اكوندروبليجيا ممكن من هيدروكيفلوس هيموليتك أنيميا اما الديفرنشال دياجنوس هيدروكيفلوس هيموليتك أنيميا أكوندروبليجيا مثلا ايه تاني برضو حتة الكيفوزة سيقول لك مثلا الديفرنشال دياجنوس بوتسي ديسيز الانفستيشال اللي بطلبها للمريضة بطلب له السيرام كالسيوم او بطلب له كالسيوم وفوسفرس وخلان فوسفاتيز بطلب له مثلا بارسايرويد وايه تاني وفيتامين دي ده لو قال لي ان تستجيش ايه هي الكلينيكال فايندينج بقى او الحاجات اللي انت هتشوفها لازم اتحدد بتقول له مثلا الكالسيوم از نورمال الفوسفرس بيكون ايه بيكون قليل اه استنى بيكون قليل القلان فوسفاتيز عالي وهكذا وطبعا بطلب اكسترين التريتمينت برضوط لو طلب التريتمينت اقول له فيتامين دي طب لو قال لي بقى تريتمينت وسيجت لا لازم احدد بقى اورال وانجكشن ونكتب بقى ايه ادوزز بس كده اول سطرين كده طب مثلا البروفلاكسز للمريد ده تقول له لازم نتحدد بقى اقول لك مثلا المريد ده ايه البروفلاكسز لمريد الريكتز ده اقول له مثلا لو بريتيرم اديله 800 يونت من الفيتامين دي في اول ثلاث شهور تمام يبقى شود ريسيف لو هو بريتيرم 800 يونت في اول ثلاث شهور وبعد كده 400 يونت يكمل عليه ثاني 8 شهور في اول ثلاث 800 يونت في اول ثلاث شهور ثمانية يونت في اول ثلاث شهور بعد كده 400 يكمل على 800 في اول ثلاث ثاني 800 في اول ثلاث شهور بعدين يكمل على 400 طب لو فول تيرم لأ 400 يونت وخلاص تمام يبدأ من عند شهرين ياخد 400 يونت من فيتامين دي من عند شهرين يبدأ ياخد 400 يونت من فيتامين دي مش هطول فيها عشان لو الناس مثلا نحافظها او كده فنسكب بيع بس كده ده اللي احنا محتاجينه في الايه؟ في الجزء بتاع الريكتز تقريبا احنا قلنا كل الاسئلة اللي ممكن تسايل في الايه؟ في الريكتز فتعال نبص على الصور ونقول الاسئلة السريعة تمام ماشا ما نطولش اكتر من كده فاول صور انا شايفها او تقول لي ايه؟ الابنورماليت اللي انت شايفها في الصورة دي انا شايف ان فيه انا شايف ان فيه الهد دي فيه بالنسبة للأبنورماليت اللي أنا شايف ان فيه ديفورماليت اللي انا شايف انا شايف هنا هذا بالنسبة للأبنورماليت اللي انا شايف هنا يسمى يا ربي. مع فرانتال بوسنج وابدومنال دستنشن. انا مش شايف في روزر بيتس والكلام ده كله. تمام تمام. مع ايه تاني برضو ممكن انزباد حتيت البوينج اوف لجز برضو موجود ايه. يبقى تاني. فرانتال بوسنج و اهد ان لجمينت. اب دومنال دستنشن. و ايه تاني. وديفورميتز في الابر لمب. وبوينج اوف اليه. وفي اللجز. ده اربع حاجات او. طب بالنسبة للصورة دي انا شايف ان فيه برودنينج. برودنينج تمام تمام. طب الديجنوز بتاعي هو ريكتز. اللاب فايندينج بلاز ما انتقولي كل حاجة و ايه والفايندينج بتاعي. يعني الكالسيوم نورمل. ديكريز السيرام فوسفيت. بلاش بقى يعني بلاش الارقام يعني. ما تفتحش على نفسك. سيرام ف ايه كالسيوم قليل. قصدي نورمل. السيرام فوسفيت اه قليل. القليم فوسفيتز عالي. ايه تاني. البراصائيرودي هرمون عالي. الاسم هو ايه ده? الفيتامين دي اولير. بس يكتبوهم تحت بعض في نقاط كده. وكل واحدة ايه اسهن بتاعي. تمام تمام. طب ده عبارة عن ايه برودنينج ايه? ده عبارة عن برودنينج. تمام برودنينج خاص. انفستيجيشن اكسري. انفستيجيشن اكسري اللي ممكن اطلبها في حالة زي دي. لا لازم تقول بها كتير. انفستيجيشن اكسري ممكن اطلبها فوسفراس فالبرسايرويد اي اي من يكتم تطلب اي ممكن على نlike في ميرفان ساين ايه ممكن على نهاية ممكن اي ايه ممكن ايه ممكن ايه ممكن ايه ممكن مرفان ممكن روزاري بيتس اي ممكن ممكن كرينو تيبيز فرنتال بوسنج اي حاجه من الايه من ال amanah ايه ماسي ايه ايه ثاني تعال نشوف ايه ايه ثاني ايه اقول لك القوزس وقفضه من التى انها اه حصل هايبو ثاني بس كده تمام هو السؤال بيو ليه؟ كوزس هو عبدو من الديستنشن انسكيث هو عبدو من هو اي مين؟ هاي بوتوني اسمه ايه؟ هاي بوتوني العبدربلتي اللي انت شايف انا شايف ان فيه دورزال كيفوزس تمام؟ دورزال كيفوزس وده ايه؟ نوك ني الازر كنونيكالسين اللي ممكن تلاقيه على مريز ده اي حاجة فرانتال بوسنج مثلا ديلي تيسنج ديلي دانتكولوجيرو فلانتينو فونتانيل لوزاريبيتس يعني ايه؟ ماشي حالك تمام؟ اوزار كنونيكالسين مش عارف دي كمبيديكيشن بقى؟ ولا دي ايه؟ اللي هو التوزس في الليفر وفي الاسبلين وده لين موتور فونكشن وريتابلتي وسويتنينج؟ سكيب طب ايه الكوزوفينفكشن في المريض ده؟ هو ايه؟ ده السؤال اللي جابه اللي عندنا الكوزوفينفكشن هو مين؟ هو شيست ديفورميتس What is the edge of incidence of this condition؟ الموضوع ده يبدأ عند امتى؟ عند ستة شهور يبدأ عند امتى؟ الموضوع ده يظهر عند ستة شهور حتى فيه حالة مش عارف اسمه محمد او اسمه برضو جتلنا في الحالات الموضوع ده عنده حوالي سباح شهور او ستة شهور انا شايف الصورة دي ابارة عن روزاريبيتس الموضوع دي سورتي روزاريبيتس ايه موجودة في الكتاب انها روزاريبيتس وخلاص اعاوز بها تزود بايجونشيستي كمان ايه لو جديد من السالكس نظر ريكتس هاو تتريت انها حكتين فيه أورال وإنجيكشن أورال بايتامين دي من 3000 ل500 يونت وإنجيكشن اللي هي الشوك سيرابي 300 ليه؟ ل600 الف يونت يلا دي فرانتال بوسنج اللرجة تيد مع فرانتال بوسنج ودي مين ده بوينج أوفليجز الاظر بقى انت عارف الديفرنشال داجنوس طبعا اللي هي ايه اكواندرو بليشيا وهيدروكيفلس وهيموليتك انيميا الديليد اه هو بص هو بيسألك للكس دي الديفرنشال داجنوس للكس دي هو هو الديفرنشال داجنوس بتاعت الانلرجة تمام تمام فانت اخليك في الجزء ده وخلاص اعاوز تزود بقى الحاجات بتاعت الديليد ووكنج والحاجات التانية ما فيش مشكلة الوستي بي والبوسط انك فلات ممكن ازود كمان الديفرنشال داجنوس بتاعت الانتيريو في التانيل الديليد فانا مفتحش على نفسي لو انا ناسي فانا مفتحش على نفسي فانا مفتحش على نفسي سي بي بوسط انكفلايتس وسبينال كورد بارابليجيا اه السؤال ده بردو حال ايه الحاجات اللي انا هشوفها في الراديولوجي اقول له ايه الحاجات اللي انا ممكن اشوفها اللي هو الحاجات دولة الحاجات دولة الحاجات اللي كانت موجودة في الايه في الاشعة كان عندنا تلاتة حاجات اللي هو وفريينج وكبينج وكبينج وويدنج وفريينج وكانت تحتها على طول وتحتها الايه الجرينستيك ديفورميتي يبقى ثاني وفريينج وويدنج واعدين الرارفكشن وغريينستيك ايه ديفورمتي الكالسيوم ليفل طبعا بيكون نورمال هيكون نورمال نتيجة البراصائريوت هرمون بيخرجوا ويعملوا فهيكون نورمال ده عبارة عن ايه ابدومى الديستينشن وبقولك في هاريزون سالكس مواضح فيه هنا هاريزون سالكس واضحة فده ايه ابدومى الديستينشن مع هاريزون سالكس وبيتسئلك اي حاجة ده مين ده برودنج وده بوينج افليجز مع بروتنينك كمان تحته فبوزليكز مع بروتنينك ده مين ده نوكني او جينوفالجم جينوفالجم او نوكني جينوفالجم او نوكني نفس الكلام بالضبط هم ريكتز فرانتل بوسينج ويسألك بقى بقى الاسئلة خالص فهو هنا بسألك على الارلي ساينة الارلي ساين ريكاتي كروزاريس كمانستيكوز فيتامين د تفشت بقى على الاسئلة بتاعت المراسمس والكواش برضو ايه بالنسبة للاسئلة بتاعت المراسمس والكواش فتعالا نجيها من هناك تعالا نرجع الموضوع افضل من هناك وخلاص وعلى كده نبص على الايه على الصور يلا يلا اول حاجة ممكن تتسئل في مريض الكواش ده وهي الاسباب بتاعت الكواش يعني خلاص اخصنا ده كواش فيبدأ يسأني بقى الاسباب بتاعت الكواش ايه هتكون ايه اول حاجة امبروبر ويننج اول اجابة قصدي امبروبر ويننج وبعدين انفكشن وبعدين بفورتي و اجنرات ثلاث نقط كده وبلاش فزلكة والكتابة دي كلها يبقى امبروبر ويننج يعني ايه ممكن برضو اصلا من خلال الكيز يقولك ان الطفل ده او الست دي حملت بسرعة حملت مثلا ان هي لسه بترد على الطفل ده حملت في طفل تاني والتالي هي هتضطر انها ايه في الرضاع بتاع الطفل ده تمام فمن اول ما تسمع ان هو حصل نيو بريجنانسي وستوب البريست فيدنج فعلى طول ده مريض ايه ده على طول مريض كواش ايه اول اجابة امبروبر ويننج وبعدين انفكشن وبعدين بفورتي و اجنراتي تمام دخلنا له بقى اكل غلط اللي هو حاجات كده كتير كتير معادة البروتين قليل هو التالي دخل مننا في كواش امبروبر ويننج انفكشن اجنراتي و ايه و بفورتي نرى فورتي تمام تعرف ان مريض الكواشته ن نصف تمام تكون عندنا نصف البروتين طب الكلينيكا يدعو dejان المريض الاطعام نعم ممكن يقول لك الاثر كالبيكشر اللي ممكن تلاعي على المريض يعني مثلا وجيب لك المريض منفخ تمام فهذا يقول لك مثلا الاثر صعيب تمام خلاص مفيش مشكلة طب مثلا يسألك سؤال ثاني يقول لك إليه الاسسنشال كريتيريا للمريض ده طب ايه هي الفارياب والكريتيريا للمريض ده فالاسسنشال كريتيريا عندنا اربعة هما مين جنراليز ديديما اتنين جي جنراليز ديديما و جروس ريتاراتيشن موسل ويستنج ومينتالي تشينجز جنراليز ديديما و جروس ريتاراتيشن موسل ويستنج ومينتالي تشينجز تمام تمام الفارياب والبقى خاصة بالهير تشينجز الاسكن الابتوميجالي ريكارانت انفيكشن انيميا و ايه افايتامينوزوس تمام تمام برضه سؤال مهم جد باقديم بالنومين برضو حتة الهير تشينجز الامسكيوبة طبعا هناك كتير اللي هو الامينوأسد والفيتامين اللي بيقل والكلام ده كلهم ايه مش هنتكلم فيه بس انما اخذين بنا ان ايه لما السورة ديتجنة فبناعرفين ايه هنعلق عليها نقول ان فيه هير تشينجز اهو دي فيه هير تشينجز دي بقى ايه يسألني الكوز بتاع الهير تشينجز ديو ديفيشنس في مين في الكذا وكذا وكذا تمام تمام طب ده مين ده الاسكني تشينجز ايه شوف اللو برضو حديث الاسكني تشينجز اللي فيه بيحصل الشخص ده بيبع عنده الاول ايه الجلد بتاعه يحمر كده وبعد كده يحصل له وبعد كده يحصل له ويقشر تاني وبعد كده يحصل له ويعمل لي والكلام ده كله تاني اول حاجة بتعرض لها الجلد بتاع الطفل ده يحمر وبعدين تمام وبعدين يقشر اولسر ويقشر حلوة قوي كده يبقى اريزيمة بيجمينتيشن ديسكويميشن وأولسر اريزيمة وبيجمينتيشن ديسكويميشن وأولسر تاني كده تشخص ده عشان الصور ده متكرر الكتر هناك مش عارف لحيه اريزيمة بيجمينتيشن وبعد كده ايه ديسكويميشن وأولسر طبعا لو سأل الكمبيلكشن ممكن تحصل له يهيه انفكشن تمام تمام جميل جميل برضو في حت اسمها الـ Flagsign اللي هو الشعر بتاع الطفل ده زي ما هنشوف كده ان مثلا ايه الشعر تمام بيطلع هوت ونتيجة للـ Correction اللي انا بعمله وبعالج المريض ده انا ابدا ليه ده مثلا شعر ابيض شعر ابيض مثلا شعر ابيض مثلا اهه وهنا الشعر ده ايه بدأ يعني يبقى لنا اسود نتيجة اللي انا بعالج المشكلة فده منسميها Flagsign في لون انه هوت فمينسميها Flagsign يقول لك بسهب ايه نتيجة للـ Correction of PM وخلاص نتيجة للـ Correction Some hair root get normal Pigmentation Some hair root become normal Some hair root become normal بسهب ايه بسهب Correction of PM ده Cure During Correction of PM جميل جميل برضو مش محتاجين اي حاجة من ده كله ده كلام نظري وتتسيل عادي خالص في النظر طب ده ما اريد المرصص بقى عندنا فيه اسباب Nutritional ممكن يسألك ايه هي الاسباب ويسكت وممكن يسألك ايه هي الاسباب أو يسألك سؤال عام كده الاسباب نقسمها Quantitative 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 كمية اللبن قليلة Quantitative 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 بالنسبة لمنة ريشنال اي حاجة يجب بالك اي مرض يجب بالك اي مرض يعني فجي اي تيته تعرفوا له كونجنتال 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 مونه Roman فهو ملتشى اي مصطف اي مصطف بصف مصطف م Lean مصطف مصطف اي مصطف ايه 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 هكذا ايه ايه سألت ديجري بقى ان ايه ؟ 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 ان شاء الله يتغضوا عنها فنكتب مرس وخلاص لو سألها مثلا ان الوعي ديجري بقى ان اكتبه السؤال الثاني المهم جدا اللي بحتاجه ان اعرفه هو مش مهم او اعتقد مش خدوهش الانفستيجيشن بتاعت البي ام او الانفستيجيشن اللي ممكن تطلبها في حالة زي دي او مثلا سي بي سي اي انفستيجيشن على فكرة ممكن تبقى صحب سي بي سي اي هаюب shine وسطلوب اعني مهم سي السؤالة الانفستيجيشن او ها مهم جدا اسي الى هريكورنط دائرية عندك ريكارن اي تاني هيبوسيرميا هيبوغليسيميا صب من تلات تشينجز عندك اي اي مسلا مانفستيشن او اي تشينجز هارت فليار اي حاجة خلاص خلاص بس في سؤال برضه مهم ايه الاسباب بتاعت الريكارن في المريض ده هتقول له ايه عند ديكريز في تلات حاجات ديكريز في تلات حاجات الفاجوستكسل حاجات بتاعت المناعة الفاجوستكسل الاميونو جلوبين التيلينفوسيت التلات الفاجوستكسل التيلينفوسيت والاميونو جلوبين الرسم بالتلف MJ الكمنسطايت بتاعت الانفكشن هو اي الا اكتر انفكشن بتاعتل الضيوما هو الجستور انترايتس الجستور انترايتس أو الرصب utory tractive تيبط الات شهر في الي medicine الرصب التالي الطب اي شخص وميح اي لطي الاوليكتورات بالنصف توقيت حالي الح штب الخليل الط record رجل التريتمان الموت كثير من التريتمان الخليل Она يتيارة على التريتمان الاميرجنسي هعالج مين؟ هعالج الهايبو ثيرميا والهايبو غليسيميا والدهيدرشن اللي عنده الحي лиш عادية هتديله الى صفحات هتديله ايه تاني هتديله عشان اضبط الالكتروليد المالس اللي عنده يعملل يائيه correct dehydration correct الهايبو غليسيميا والانتباعتك للانفكشن دولة ان شاء الله محفوظين اوه وممكن اعمل blood transfusion علشان اضبط الانيمياء بعد ذلك أقوم بعمل شيئا اسمها ديتك سيرابي وفيه سابليمنتاري سيرابي ديتك سيرابي وفيه تقريبا كان هناك شيئا اسمها سابليمنتاري سيرابي لا أعلم أن توقع السؤال في هذا الشابتر مثلا بريفينشان اليوتي اي هناك وفي الشابتر اللي هناك كنت متوقع الالبي بريتي ان شاء الله يعني تمام تمام تقولوا بقى لو جاءت يعني خلاص كده تمام يلا بقى نشوف الصور وما برضه مش هنوض فيها وقت يالله اول صورة معنا هيا تصورة ايه تصورة مراسمس تمام ودي صورة برضه مراسمس مراسمس ماشي يعني عمز بقى يالله الكمبيتكشان يمكن تحصل اهو نظري بتاعك بحثة ريكارنت انفيكشان ريكارنت دايريا هيبوثيرميا هيبوغليسيميا هارتفيلير بليدينج تندنسي اي مانفستيشن كلامها بالكل what are feeding advice needed بقولك ان في ايه الفيدنج advice المحتاجين هاتعلا نشوفه احسن من الكتاب تعال السؤال دا يقصد بقى الجزء دا الجزء بتاع الايد اللي دا تكسيره بيعان اللي هو early case والsevere case اللي ارلي case هنقولي هنقول لو الطفل دا يبقى early case هكتب كده early case والsevere case لو early case هقول برضه في مهن منحكتين عندما يستطيع إقياقه فى الفرملاء يعني مستطيعه تغذى البن صناعي او البن طبيعي فى ماذا اتجاك أنه ينقل بكة جانب صهر ببعالها باية الكمبيلمنتر فى فى الصائع ويذكر باية الكمبيلمنتر فى الفرمولة إذا اجابة السؤال ده يقولى فى القدرة فى الصائب والأدفايس قول له لو انت إيرلي كيس او سيفير كيس سيقسمه هل هو بياخد لبن طبيعي او لبن صناعي لو هو ماشي على لبن طبيعي ستدي له من بره سيربي او كومبيليمينتري فيدنج من الهومانيز ديفورمول يعني ستدي له لبن صناعي من بره كمان تمام هتدي له ايه هومانيز ديفورمول من بره تمام تمام طب لو هو ماشي على لبن صناعي من بره يبقى لازم نعمله يبقى بروبر كونسنترشن او الملك لازم ان ازود له زي ازود له التركيز بتاع يعني مثلا هو دي حط مثلا معلقتين على مثلا ستين ملي ميه مثلا يعني لا خلوهمي تلات معلق على ستين ملي ميه دي معنى كلمتي بروبر كونسنترشن او الملك وازود نمبر of feeding يبقى بروبر كونسنترشن او الملك عند ادكوة نمبر of feeds بروبر كونسنترشن of milk عند ادكوة نمبر of feeds هوا معلش الجزء داي يعني احفظه بس شوائي يبقى لو هو بريست فيدنج ستعانس فهمي ببعض عخص لو هو بريست فيدنج هعمل له ايه هتدي له كومبليمينتري فيدنج هتدي له كومبليمينتري فيدنج with humanized formula كومبليمينتري فيدنج with humanized formula كلفرات الكวارات اقوم بإزاعده كلفرات الك Fraining الـ Calculation of Caloric Requirement حلو و قوي و ايضا 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 الـ Sublimation Sublimation of vitamins and minerals تمام نكمل الوقت The main cause of this في المريض ده ستبقى ايه هنا بيقول لي الـ Dihydration and Infection هناك كان الـ Hypothermia و Hypoglycemia تعريبا الـ Main Cause of this و الـ Main Complication هي Infection و الـ Main Cause of this اعتقد بيكون Hypoglycemia و Hypoglycemia الـ Degree هنا هذا 30 degree الـ Degree الـ Main Cause of this اعتقد بيكون Hypothermia و Hypoglycemia طبعا ايه مريضة القوز هناك القوز و القوز كان و فيه و كان فيه Ignorance و باورتي جميل جميل طب ايه المريضة لا مش هنكمل بقى كفاية عليها كده ده عطول انت شاهفي انا شاهفي انا شاهفي انه ان يوجد ايه ؟ وهي بيجمينتيشن واشد ساهمت هاي بيجمينتيشن او بلاش هاي بيجمينتيشن خليها اا ديسكويميشن وقلصريشن تاني ريزيما بيجمينتيشن تمام وبعدين ديسكويميشن وقلصريشن حلو قوي واقول لي ان هي موجودة في اللورلينب يعني مش هنخسر حاجة التلات صور هم تمام ويه اهي تمام تمام طب الكوز ايه بتاعي بقى الكوز بقى بتاع اللي سكن ايه مرسمى ايه بتاع شي ايهodes كملية فيбоك LIVE او الاسباب اللي كان بتحصل في الل؛ متغير لاعلقs في Aqu requ 들고 الكمبيلكيشن اللي ممكن تحصل في الشيoei انف свمت قلنام نقوله recurrent او مش عاوز غلو ايه التالية كم الكلام اول مهون الممكن فقط كده دفيشن منieval minutos بقى التانية والكلام دعنت ايضاي حتى الريكرونت داعيا تراحل دعونا فقط في recurrent Infection لأن الألصر والشيء طبيعي أن يحصل على Infection ده مين ده الفلاج صيني ده مين ده الفلاج صيني طب القوز بتاعها نتجه للcorrection of PM بس Correction of PM تمام Correction of PM وبالتالي الهير root get normal pigmentation where the rest of the hair is hypo pigmented الهير root become pigmented and the other is hypo pigmented ده صورة برده من Quash يقول لك أن في إديمة في hair changes والكلام ده ده في إديمة وهير تشينجز إديمة وهير تشينجز ممكن برده يسألك differential diagnosis للإديمة differential diagnosis للإديمة كانت عندنا حاجات نيفروتيك حلقات cardiac failure حلقات مثلا نيفروتيك حلقات الهيباتيك حلقات nutritional ده بالنسبة للسؤال الإيه differential diagnosis of الإديمة كذا حاجة اللي هو الهيباتيك الهيباتيك الهيباتيكوز نيفروتيكوز congestive artificial و نيترشن بقول له الصورة التي ترى هذه هير تشينجز مع إديمة هير تشينجز مع إديمة تمام؟ هير تشينجز مع جنراليز نفسها أنه يوجد نفسها يوجد جميل جميل أقول لك هير تشينجز مريضة مثل هذا أعتقد بقى ما هو هير تشينجز ما هو ما هو الهيبوثيرميا جنراليز دي إديمة مع ضمن الديستنجز الصورة دي أعتقد مهمة على فكرة مهمة جدا كمان الدياجنوز بتاعي كواش أنا شايف أنه في هير تشينجز الصورة دي كانت موجودة هناك أنها هير تشينجز و كده فبيقول لي نتيجة للتلات حاجات اللي احنا قلنا و تلات حاجات 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 طب الاسمتشل يلا ربع حاجات 2G و 2M 2M و 2M كانت الديمية و جروس الترديش كفاية كفاية الصورة دي طول هتلاقيين بيقول لي أن الشخص ده نتيجة أن انا عملت نتوق الانتوق لأنه بأم بيتحامل أول ما يقول لي الأم بيتحامل و الكلام ده كله يتوقع على طول حالة كواش وأبدأ أجاوب الكلام بسيط يعني what is the feeding advice و قلت لك أن اتوقع على受باب الإرلي أمن الأخاذ الإيرلي قلنا بنقول لو هو يطلق يبدأ إدي له يزدي خ берickers المنضج يزيد و اتبساطه كده لو هو بريست فيدنج يبقى هتعمل له ايه كمبيلومنتر فيدنج و ايه همانيز دي فورميل لو هو مثلا ارتفشيال فيدنج يبقى اعمل له ايه اشد سهمين ازود الكنسنتريشن و ازود النمبر اف ايه النمبر اف فيدنج اما استفير كيز بعمل كالكوليشن للكالوريك ركويرمنت كالكوليشن لليه للكالوريك ركويرمنت و بلاش الكلام الكتير دعمت ايه فتكعلك هاش ايه كده ايه احنا مش عاوزين نقول ده دلوقتي في الفيديو ده خلي في فيديو تاني نخش على صور مين اسمعي الانفكشن ان شاء الله ما نتأخرش افتر من كده صور الانفكشن هي مهمة جدا برضه و انا حاول ان احنا ما نطولش فيها يا راحت فين من اول هنا بس احنا اول من قبل ما نشوف الصور دي يعني محتاجين ان احنا نبص في الكتاب الاول هنمر سريعا كده على الانفكشن وبعد كده نبص على الصور باذن الله يعني احنا عاوزين ايه في الميسلز احنا عليك سر ان احنا محتاجين كل حاجة في الميسلز من اول العنوان لحد اخر حاجة يعني ايه العنوان يعني مثلا الدياجنوز بتاعها اقول له ميسلز طب الكوزة في أورجانيزم هيقول له الميسلز فيروس تمام؟ الارقام اللي احنا محتاجينها في الميسلز محتاجين تلات ارقام بالزبط 10 خمسة تلاتة راشا خمسة ممكن تحفظهم 10 خمسة ثلاتة راش خمسة دا الارقام اللي احنا محتاجينها في الميسلز تحفظ ، احبظهم ساعد Essex حفظكم قال 10 خمسة ثلاتة راشا خمسة معين يعني مجموع حاجة يعني خمسة او اليوم الخمس دا الراش ذاهر في اليوم الخامس الراش بيظهر قبير ان الفيفس دي معين شبغل في 3 خمسة 있어 يقول الانفكتيفتي بيروت تلاتة راش خمسة وخلاص. بس ايه اقولها اكتبها لو كتب في الانفتحان. تمام تمام ده الارقام اللي هم هتجينا عشر خمسة تلاتة راش خمسة. جميل جميل. طب يضع نكمل ده الانكوبيشن بيروت قلناها عشر تيام. محتاجين تاني محتاجين ان وصف الراش بتاع الميسلس بيكون ايه ماكفيو بابلر الراش وبيظهر في اليوم الايه. بيظهر في اليوم الخامس. بلاش الرابع. خلينا قلنا ايه عشر خمسة تلاتة خمسة. جميل جميل. محتاجين حاجة سميها الكوه كتب راش سبوتز كده او الحاجات بيضه يعني نقط كده بيضه تمام بتظهر في ايه بتظهر اوا في في الجم بقى او مش في الجم بقى بتظهر في ايه فالسر او الباكة الميكوسة تظهر في الباكة الميكوسة اه قدام المولرتيس الفيرست والسكند مولرتيس او الابر ?! فييرست الاند سكند مولرتيس ان شاء الله تكون الناس ايه مستقبل ان اقولوا عشان ايه انت عارف المولارتيس تمام؟ قدامه قدامه على طول في البكة الميكوزة بيبقى فيه ثبوتس هنا كده يبقى ايه؟ ده عبارة عن ايه؟ هيقولك وصف للبتاع اللي انت شايفة ده اولا اسمها كوبليكس ثبوتس استنى كده انت راح فيه ده اسمها ايه؟ ده اسمها كوبليكس ثبوتس طب عبارة عن ايه؟ سمول جريش ويت ثبوتس ويت ثبوتس مش هانيه اختلف مع اريزيميتس جراوند يبقى نحفظ اول حاجه فيها لو سهل على مكانها قدام مين؟ اوبست والسكند مولارتوس ده اللي احنا محتاجينه فيها بتظهر برضو في اليوم ايه؟ ممكن نقول بتظهر ايه؟ ايه يوم قبل الراش ويوم بعد الراش بس انا الصراحة موعتكش ان احنا نحفظ ارقام تاني بس كبه بما انها مش موجود هناك اصلا لو ان احفظ عشرة خمسة ايه تاني؟ تلاتة خمسة ده اللي احنا نحفظه في الميسلز بعد كده قلت لك ان دي حاجه اسمها كوبليكس اسبوتس كوبليكس اسبوتس عبارة عن سمول جريش ويت دوتس تمام تمام الانفكتفيت بيروت قلناه طب ايه الكمبيليكيشن اللي بتظهر على مريض الميسلز برضو مهمة جدا اجيلك في الامتحان يقول لي مثلا اربعة كومبيليكيشن ويسكو خلاص اي كومبيليكيشن انت حفظه او ايه بالنسبة للرسبيراتوري يعني rati ايه ممكن تحصل في الارسبيراتوري ساينه ايه بائتس مياد يهد حق التنوج ساينه ايه بائتس بائتس إانت حق قتل ساينه ذاAM وانت مش عارف اغبط له اول شيء رسبيراتوري وكاردياك اغبط له مايوكورديتس فين مايوكورديتس اهيه في الامتحان مش عارف اكتب كومبلكشان ايه هكتب رسبيراتوري وجنبها نيمونيا كارديو واكتب مايوكورديتس تمام تمام زي ما قلت ممكن رسبيراتوري دي تجيلك الوحدة كايه كاسوال اقول له سينوسيتوس وقطايتس ميديا ولرنجايتس برونكايتس وبرونكولايتس بالجاية هي جستورنتراتس كبير ممكن ان تände الواحدة وهو الاختيازية وهو فيه انكفاليتس وفيه اتو اميون اي اصابة ويتبويس вспاولculus وكالي يصب المباريس انكفاليتس اوتو اميون انكفاليتس fy الانكفاليتس او ثمònث بзы ب says what can you get 이� starts with are let being кам Lead and Infernal والكاردياك ايه والكاردياك ايه قال اسببته battب Create case بالوعية كده كده 견درال وزود في الاخر في الاساس وبعد مايوكورل فيتامين ايه هي機會 بالكادرال مثلا انتبايتك لسا كانت بكتيريا الانفكشن مثلا انتبايتك وانتيبيوتك وورا البيتامين A وفليود محتاجين الكلام كله مش محتاجين الكلام كله محتاجين بس حيثة الكونجيني تاروبيلا سندروم كانت دكتورة نوران دائما تخسرها وهي بتكلمنا بواننا يعني كانت تقولين ايه؟ الاسيارس كانت دائما تتكلم تقول الاسيارس منا نجدع ايه مثلا ايه؟ احنا عرفنا ان الصورة اللي قدامنا كونجينيتا الروبيلا سندروم شخصناه اقول لي السبب بتاعها ايه اقوله دا كعبارة عن كونجينيتا الانفكشن نتيجة البلاسينج اصلي البلاسينتا الترانزميشن وفي الروبيلا فيروس الروبيلا عده من الام لالفيتس عمل له شوية مشاكل عمل له شوية مشاكل على مستوى السين اس عمل شوية حاجات كده عمل لتنين ام على مستوى الراس يعني عمل لتنين ام ميكري كيفالي وميكري كيفالي وميكري كيفالي وميكري وترادلش وعلى مستوى العين عمل لها كاترقت وجلوقوم يبقى ميكري كيفالي ومينترو اولان وعلى مستوى سيدوع prison ومن مستوى الي دين امي على مستوى اليدان امي وعمل له حاجة مهمة جدا جدا وعشان كده منسئل عنها في الهيستوري بتاع الكارديو وهي البيدي ايه ويمكن نزود معها Brook. استوافى وسائل wanna ايمveis تاني على مستوى للذي اى شكلنا يملك alb Second? على مستوى دفنس على مستوى الجيش يكتلized على مستوى كارديو يكتلاز بالقοيم على مستوى القدية يكتلاز بالقويم على مستوى الاي يكتلاذ بالقوم呢 و الف Gesetzرته بدفنس للقول يمكن علي البريس ايه Episode i oeb spannend sı نحن تجعل من فل ektلاز بالقرد هذا and supplement على مستوى ال crear برضو عمالي ديفنس وعلى مستوى الكارديو بيدي ايه وابدوق ايه هباتو اسبرين ميجل. الانفستيشن بتاعتي عمله ايه? انتروبيلا اميونو جلوبين ام. بعدك انا نتكلم برضو عال حاجة اسمها ريزيولا امفانتم. ريزيولا امفانتم برضو الانكوبشن او الكوزطة في ارجانيزم بتاعها اللي هو الهيربس اه الهيومان هيربس فيروس سكس. الهيومان هيربس فيروس ايه سكس. تمام برضو ده مسؤال ملميجت. الحاجة المميزة فيها في الريزيولا امفانتم دي. مش عارف اقول ايه الكت الحاجة المميزة. اللي ان الراج بتاعها برضو بيكون نوع الراج بيكون ماكيوبابلر الراج. وبيزر على الترنك. تمام? طب ايه الرقم اللي احنا محتاجينه في الريزيولا امفانتم. هو اسبوع. انت عندك الريزيولا امفانتم. والرسيمة انفكشيوزم. الانكوميشن برضو بتاعيتم اسبوع لو سأل يعني. تمام تمام. يبقى تاني سؤال احنا قلنا ثلاثة اسئلة الحادل الوقت. انت ده اسمها ريزيولا امفانتم. ده ديجونس بتاعي. القصد فيروغانيزم هيربس فيروس سكس. كوبيشن بيرود وان ميك. نوع ماكيوبابلر راج وخلاص. اعتقد ما اسألش حاجة تاني. بس ممكن يسأل فيكم مليكيش. فبرايل كونفالج. فبرايل كونفالج. لان يبقى فيه هاي فيفاريل. مرض ده يعني. بدرجة حرارته بتعدي الواحد واربعين. فممكن يدخل منه في فيبرايل كونفالج. بالنسبة بقى للرسيمة انفكشيوزم. برضو الفيروس بتاعنا مهم جدا. البرفوفيروس. 19. وبالمرة الكمبيكشن اللي بيعملها على طول يبقى بلاستيكرايسيز. حنا حافظنا كده. تمام. وبرضو وان ويك. احنا قلنا الرسيمة انفكشيوزم والرسيولا بيكون وان ويك. تمام تمام. الحاجة المميزة لها انها بتعملي سلاب دي شيكس. يعني كأن نحدم ليه مضروب بالقلم كده على وشه. تمام اللي بتكون له ايه احمر ايه. وطبعا دي مميزة جدا ومهم. دي اسمها ايه ريزيولا انفكشيوزم. ريزيولا. اسمها ايه معلش اسمها ايه ريزيما انفكشيوزم. ريزيما انفكشيوزم. تمام ريزيما انفكشيوزم. فبقى بيقول لي اوصف الصورة لقدامك وقال له سلاب دي شيكس. سلاب دي شيكس. نوع الراش ماكيو بابل الراش. ماكيو بابل الراش. اللي كومبليكاشن قلنا بيحصل ابلاستيك كريسوس. برضو من الصور المهمة جدا 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 جدا. هتلاقي ان الراش بتاعه مميز كده بيكون عبارة عن فيزيكل. فيزيكل والفيزيكل بقيت مثلا عبت مية عبت بص بقيت بستيول والبستيول دي فرقاعة عملت لي كرست. فهو بالاول بيبدأ ايه عبارة عن آآ ببيول كده. حاجة كده عبية مية كده برزة وخلاص. البتاعة دي بقيت فيزيكل والفيزيكل بقيت باستيول والباستيول بقيت كرست. فانا اكتف الاول نوع الراش بوليومورفي كراش. بوليومورفي كراش. وبعد كده عمل ايه? السه. وصف الوصف بتاعي. بابيول ثم فيزيكل ثم باستيول ثم كرست. ويه بيكون ايه? سنتريبيتل. سنتريبيتل. فالراش بتاعه ما تقلاش بيكون مميز جدا يعني. والانكيوبشن بيروت بتاعته من ابوعين لتلات اسابية. اسبوعين لتلات اسابية. يعني قلت الحد دلوقتي بتاع تلميز كان عشرة الاركام اللي كانت في الميز الاصلا عشرة خمسة. صح? تمام. وبعد كده قلنا بتاعت الارزيول فيه. كانت عبارة عن ايه. بعد كده الاركام من اسبوعين لتلات اسابية. تمام تمام. الكاريركتوريستك بيكون بيكون الانفكتف تي بيروت بتاعة الزرفت ده بتكون يومين وسبعة يبقى الحد الوقت الاركام اللي احنا قلناها في الـ سبعيل لثلاثة سبيع ويومين ليه يومين راش او اتنين راش سبعة يبقى من سبعيل لثلاثة سبيع اتنين راش سبعة يومين لثلاثة سبيع اتنين راش سبعة الـ نفس الكلام نقسمه لسين اس ورسبيراتوري وكارديو انا على طول رسبيراتوري اكتب بنيمونيا وكارديو اكتب ميكوارديتس السين اس اكتب انكفاليتس اكتب جلن باريس اندروم وتوميون ونزود مين في حاجات هنا مميزة اسمعي اكيوت سريبيرل اتكسي بس خلاص اكيوت سريبيرل اتكسي ده بالنسبة للسين اس في شوية برضو حاجات هنا مميزة الصراحة زي مثلا حتيت الهيموريج تمام حتيت ممكن يحصل بالنسبة للكومبريكيشن والمميز تصغير بنيموhenج تمام وهكون ي كتير. اه بديله طبعا انتي فيرال زي لسايكلوفير. سايكلوفير يبقى انتي فيرال. انتي بيوريتيك. انتي بيوريتيك. انتي بريوريتيك. كلام ده كل. بالنسبة هردو الحاجة المميزة فيها اللي هو اللسان ده. تمام? سكارلت فيفر. اللسان بيكون ايه? وايت. وبعد كده بيبقى ريد. طبعا احنا عارفين وايت. في اول يوم. تمام? اه و ريد في اليوم التالت. تمام تمام? ده اني بحفظنا من دولات ixe Wang. كان يعني σكرلة فيفر أيضا ايه؟ اليوم سجد من دولالة إلى دولة فيفر جروب A-B تحميلات استريفتة واي. يبقى تشخيص سكرلة فيفر. المشكلة جروب A-B تحميلات استريفتوكاي. الموضوع ده. هذه النظر و sareي بابيلار رائش سجدني على النوع بكي بلو spacingいや ات lira Munster أنه اريد فلاشد 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 فالماوس مكان اللي قدام الموس ده بيكون كأنه حتى بايرة كده بدأ منسميها سيركم أورا البيل هلاقي برضو الحاجات الموجزة هل قلنا عليه والشخص بيكون برضو معاها بيلنج اليد بتاعه بيكون فيها تأشير كده هي هاند بيلنج هاند بيلنج طب ممكن ايه نيمونيا يلا الحاجات اللي احنا ايه مش عارفين على طول نزود نيمونيا ممكن تزود ميكورديتس مش عان نخسر بعض تمام تمام من ايه كي تريد حاجات ثانية تريد ميديا كي تريد موanti ايه المريض ممكن ان تجيه لغي الموضوع من ايه ممكن البكتيريا تروح تضرب لي الالف وتعملي روماتيك فيفير تعملي اكيوت ستريبتو كوكر كلمينوري فريتس وهي قوانية باسطة باسطنية الحجرة باذن الله برضو الاسباب بالفيفر وزراش والهاجات اللي بتعمل هكي مهمة جدا سواء في الامتحان ده او في امتحان الريتم فاناخد بالنعم ففار وث راش وصيكم بها خير فيفار وث راش عندنا حاجات انفكشن لسه الحاجات اللي احنا لسه إلنا كلها زي الميسل زي المنبس اه لا مش المنبس زي الميسل زي الريزيولا الفانتم اسمي يا ربي زي الهيومن هيمن الهيربس دوستر والهيربس سيمبليكس حاجات بنان انفكتف على طول اروح على مين اروح على السيستيماك لوبس واروح على الريماتي دارس رايتس اذا اقضى عليهم اليه نخشي رأي ام بيربرا والكوزكي برضو قلت لك السؤال ده مهم على فكر بالنسبة للمنبس او اللوتاخ المنبس او المرض اللي هو اللوتاخ يعني عنده بروسات بتاحته بتبقى كبيرة كده الaming patcher بتاحته اسبعي لثلات أسباع زي مين اذن يكتفين اصبعي لثلات سابيع زي الـ chicken box ومد انسوا لي ثلات سباع كان الـ chicken box اتنين تلاتة اثنين سباع اثنين راش سباع نرى ان هناك بروسة الارجمين والكلام اهم شيء في هذا الموضوع ان الكمبريكشن ممكن نفس الكلام في الكارديو ونزود الريسبراتر ونخسر بعض لكن هناك شيئين مهمين بانكرياتيتس والسكس اورجان بيكون فيها اوركايتس وممكن يحصل لو كان الموضوع بايلاترا يحصل لي فرتلتي يحصل امبيرد الفرتلتي يبقى اوركايتس وبانكرياتيتس اوركايتس وماذا؟ وبانكرياتيتس بس كده لا لا مش بس لسه يتبقى امين حدد ايه؟ ده الكارنيكس ساين وده ايه؟ بروتزونيسكي ساين نبص ماجم ازاي؟ ان انا عندي البروتزونيسكي بروتزونيسكي ده اسم كبير صحبش؟ بروتزونيسكي يعني ده مقطع وبعد كده زينكي ده مقطع يعني اتحس انها عبارة عن مقطعين وبالتالي بتكون عبارة عن حركتين بحرك الرأس الألقى الرجلة تحركت مشكلة باللعنى في حركتين هوا هاقبتين هوا هاتحركوا فده بنسميها بروتزونيسكي اما الكارنيكس بتبقى حاجة ايه؟ حاجة واحدة الكارنيكس حتى اسمه صغير اوه بتبقى على مستوى لنية ولا مستوى لايه؟ الكوزة صغيرة بس تمام? تمام? احنا ايه من بصمة جباس الصورة الاول ازاي بنعمل الكارنيكس وازاي بنعمل البروتزونيسكي؟ نخلص من البروتزونيسكي فروتح Stand ماذا بتنism سنمتع الإسجل اما بالنسبة لل Kernics لايتم لايتم هخلي الضخرة نايمه هوت، وبعدين، باخد رجلي يعني هو نايم وبعدين باخد الهب وعملته llamado الفلكشن، والني واعملته وهو، تمام؟ يبقى الشخص بدينا خلته عمل كده وبعدين باخد الرجل وهي اربعةها الفوق. متخıyla يعني انا عملتوا ايه؟ عملتوا تسعين كده عملت له فلكشن لَل Apple وبعدين بشد رجلو كده لبرا كده. اول ما هاجه عمل eat extension للني اللي يحصل عموما يحصل بين. لتيجة ان انا عمل اعمل للمنجيس. تاني. انا شخص ايه اعمل تانيت رجله دي تسعين او. وده تسعين كمان. وبعدين بعمل ايه? بشد كده. بفرد دراعه ده. بفرد الاصد رجلي دي. بفردها كده. اول ما اجا فردها وعمل لها كده بيحصل بين. بس وخلاص. دي اسم ايه كيرنيكس ناصل وبرتزونسكي. قصد كيرنيكس ساين وبرتزونسكي. قلت لك نعلم البلوتزونسكي انها تكون حركتين. وبينها مقطعين يعني فكذا. بالنسبة للبوليو. فانا عندي ايه? التشخيص بيكون بوليو مايلايتس. القصد في الورجانزم هو البوليو ايه? البوليوفيروس. طب المود طبعا ايه? بايدروبلت او فيكورل. يبقى دروبلت او فيكورل. دروبلت او فيكورل. كمش هنبير بتاعته اسبوع لتلاتة تسابيع. اسبوع لتلاتة تسابيع. مش عالف اه اللي ممكن تساطين. يعني بس هو اسئلينيك. اكثر Tiffany بالحجرة بالفعل واذا يجب ان التسابيع ان التسابيع اللي يفعل بالحجرة السابية. طبعا للبوليو طبعا النظر لعنى النظر مهم. يعني النظر ايه طبعا تسجيل. كالمى heleubs と muchos عندي فى كماتت جدا بتسaktين. و هذا كله نظري بالنسبة للدفتيرية ممكن سائلتها CVS و CARDIO ويقوم بإثبات تلك ويقوم بإثبات الاثنين بالنسبة للسينيس لكي نتأتي مميزة قليلا بلات البراليسز و أوكيلر بلات الوية و دي فراجماتيك بلات البراليسز يوجد بلات الوية البراليسز أو الوبين بيعملها مين المين البرتديلة برتدوس من الهلمين البورتديلا بيرتوس عندنا ثلاثة استيج ممكن يسألك في الامتحان عندي كاتارا الاستيج باركوزيزما الاستيج وكونفاليزان استيج دي اسبوع الاسبوعين وده من اسبوعين الاربع وده اسبوع الاثنين فممكن يجيلك الصورة دي في الامتحان زي موجودة في الاسبوطس هناك ويسألك يبدأ يسأني على ويبدأ يسأني على الاسباب مثلا المريض مثلا الكدس في الورجانزم البورتديلا بيرتوس وبعدين الستيج بتاعته اظهر مثلا ممكن تحصل مثلا الطفل ده عمل ايه يقوح تاوبين كاف ممكن المشاكل التاني ممكن تحصل الهيرنيا ممكن الطفل ده اشوف تتاني وهو تتاني وهو نتيجة البرزيستنس فومتنج اللي بيحصل جميل جميل بس كده ده الصور اللي احنا محتاجين بصوا احنا طويلنا جدا فنحولنا ان شاء الله نختصر ده صورة مين ده صورة الميسل زيت ان شاء الله تكون واضحة في التحاني بس التحاول ليه يتبرع فيها ده صورة الميسل سيئة طبعا عن ديجنوز بتاعي فهقول له ميسلز الكوزف أورجانيز بميسلز فيروس الانكوباشن قلت لك الارقام اللي في الميسلز عشرة خمسة ثلاثة خمسة تمام فالانكتفي فيروس ثلاثة قبل وخمسة بعد تمام 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 ابدأ على طول من اول سينوسيتس أوتايتس ميديا برونكو نيمونيا كلام ده كل التريتمينت اي جنرال تريتمينت فليويد تدينه فليويد تدينه تدينه انتبيوتك كسكندر تدينه مثلا فيتامين اي تمام جميل اهو هاي جميل هذه جميلة وهو صورة الكوبلكس اثبتها نقطة اي جميل اصف لي مثلا اصفها لي مثلا هاي جريش ويت دوتس جريش ويت دوتس طب المنشن سيري كومبيلكيشن على طول اي كومبيلكيشن تجيب عليك البرونكو نيمونيا الانكفلايتس 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 اي شيء يأتي بالك هذه صورة الكونجينتال روبيلا سندروم تعمل لراش مميز مفن بلو بيري الراش كانت مثل حبات الكريس في الكيكا تبقى حبات الكريس فهي مفن بلو بيري الراش انظر بلو بيري مفن راش بصينا اللي انت شاهدها بلو بيري مفن راش تشخيص كونجينتال روبيلا سندروم كونجينتال روبيلا سندروم طبعا اي لا دي صورة كاترك تايت تمام دي صورة مثلا الانهبات سبرينو ميجا الهيت تمام تمام الانكفلايتس الانكفلايتس اي صورة مثلا نوع الانكفلا نوع الانكفلا سواء في الميسلز او في الروبيلا الكلام لكله ماكي البابرراش الورجانيزمي طبعا في الريسولاين فانضم هو الهيومن هيربس فيروس 6 الهيومن هيربس فيروس 6 والكومبليكشن فبرايل كومبليكشن الكاركتريكس تكفين دي و الحاجات دي متزاودة فمعنا في الكتاب والله موقت هكي يعني مش وقت ايه مش وقت رخامه المهم يعني ده سلاب ديشيك ساعت فعلى طول سلاب ديشيك ساعت يبقى دي ريزيما انفيكشيوز نفس الكلام وهو الريزيما انفيكشيوزا وهو مطح خالص دي ريزيما انفيكشيوزا اللي بعمل له طبعا البربوفيروس 19 والدياكنوز تمام فانضم ده على طول مين ده على طول مين ده على طول الشيكين بوكس و اي حاجة في الشيكين بوكس ممكن يسأل اللي بيعملها مثلا الهيربس دوستر فيروس الهيومن هيربس دوستر فيروس مثلا اي حاجة انكفلايتس نيمونايتس ميكورديتس ممكن هيموريج ممكن ايه تاني ممكن سيكندر باكترية الانفكشن اي حاجة تريد مين تبع الله انتيبريوريتيك سواء توبكل او سيستيميك انتيبريوريتيك انتيبيوتك انتيفيرال اسيكيلوفير جميل جميل النوع الريش طبعا نوع الريش عالنا ايه بوليمورفك لو انك اوصف الريش بوليمورفك راش و سنتريبيتل لو لازم توصف الريش بل التالت حاجات بتوعه لو الاول بيكون مثلا اه ببيول بعد كده فايزيكل بعد كده الي همورشك فاليسل يحبون هل هنا هل همورشك فاليسل وهل همورشك فاليسل هذه صورة الاسكرلت فيبرهيات الحاجات المميزة بالحفظة لها دائرة في حوالين العين حوالين عين الماوس يكون فضيع نسميها الاسيركمورالبيلور هذا يمكن ان اتزالتك ما بين الاسمائين ما بين الريزيما انفكشيوزا برضو بتكون ايه فيه زي سلاب الشيكس كان فلا انما هنا مش سلاب الشيكس هنا بتكون فلاشد الشيكس وز ايه وز بيل اريا الراوند الموسعي بنسميها سيركم اولر بيلر سيركم اورال بيلر ده ويت ايه ويت ستروبيري تانج وهنا ريد ستروبيري تانج وده بيلينج هوت وان شاء الله الصورة دي ما تجيش ولا دي تمام تمام نسميه الجزء السكين بقى شبه جلد الوزة تقريبا هذا كلام هذا كلام قلنا هناك في البتاعة فأسكيب برضو الحمدلله كده خلصنا هوت ولا ايه لا ده لسه البروت ده بص صورة واضح خالص البروت الجلاند بتاعتشوف فيها زويلينج هوت برضو فيه زويلينج هوت ده واضح خالص انه له ده المنبس منبس فواضح جدا انه السورة التانية برضو جايب لي صورة يعني فيها تحبوء اهوت ان السمعين الدكت هيت البروت الدكت واضحة خالص انها فيها هاي بريميا هاي بريميا هاي بريميا أو في البروت الدكت وبين جاي تمام برضو المنبس بيكون معه ساعت جايب لي صورة السمعينج ومع المنبس بيكون معه ساعتش في الأسئلة نفس الكلام سريمين تبدأ مع المنبس اثبت الريسبيولاتوري وثبت الكارديو و بعد ذلك أعمل من الأول ما هي الأوركايتس أكثر على فكرة شيء من خفلها الأوركايتس أعلى أكثر من خفلها و ممكن أن تخفض وكما ان الانفرتلتي بشي ان اخسر حاجة المال line of prevention طبعا من المعرفة فيكسين الكوزة الورجانيزمة هنا هو W واضح خالص هو W مودوف ترانسميشن عن طريق دروبلت أو فيكو أورال مسته ايه مسته ايه مسته ايه اللي هو البراليتيك بوليو البراليتيك بوليو مش عتاريبا انا قلتها هناك الممي يعني سكيب عشان انا ايه بدأت ان انا سقط ده البراليتيك بوليو طب اكتر اشتغب للدس هو respiratory failure فعلا يبقى الاشتغر سبب احنا عندنا كان فيه كذا طيب للبوليو اللي هو البراليتيك والبراليتيك والكلام ده فالاكتر سيريس طيب هو مين هو البراليتيك بوليو وبعد كده الكوزة البراليتيك بالفليار سوف تبريفين تبلي ايه بالفكسين ده البربرافيلمان او المينجو كوكسيميا تعرف ان كان في ايه حاجة اسمها المينجو كوكسيميا تمام بيكون مع ادرينا اليموريج بيكون سيبتسيميا سيبتق شوك وبيكون من يقول القضاء في هاي سيبتق شوك ودي اي ي الرؤسة ايه . القهيد يمكن ان تكون تكون الكوكسيمية المننجيو سيبتي سيمية المننجو قوكسيمية سيبتي سيميا ماليق ننسي وماسيف تروما نحفظ بص ايه دولات مش موجود Users ماليق ننسي33 chicosم ملي وجود البهور المينجيو كوكسي ما الكاركتر الي انا شايف ايه ان في مورجو خلاص شايف اي ايه ايكي موسيس اه ايكي موسيس ايه ايه البروغنوزيز فيه هيموراجيك بولي البروغنوزيز فيه هيموراجيك بولي يبقى ثاني الصورة بيربرافالمنات الكاركتوريستيك ليجين انه فيه اكيموز البروغنوزيز فيه هيموراجيك بولي بصورة دفتيريا واضح ان دفتيريا هيط دفتيريا ودفتيريا بيكون معها نتيجة للأديمة اللي بتحصل نتيجة للأديمة والليمفادين البروغنوزيز فيه هيموراجيك بولي طبعا ده ايه ممبرين او ايه ممبرين جريش ويت ممبرين جريش ويت ممبرين الكمبيليكشن بتحصل مع الديفتيريا نفس الكلام مايوكوردييتس وليمونيا وزود الحاجات بتاعت ايه البوليونورييتس على بلات البراليسس او بريبين طبعا ال دي بي تي فاكسي ده البرتس هاو ده صور كلها صور البرتسس تمام دي صور البرتسس و دي بيرتسس كلهم البرتس هاو تمام او الوبين كاف تمام طبعا او الابنورماليتي اللي انت شايفها فده على طول ده صور البرتسس وواضح خالص ايه دي انفكشن مش عارف الى علاقة بس دي انفكشن وواضح ان هو تيتاني خالص ايه تمام طبعا البرتسس طبعا البرتسس ده ايه ده البرتسس ده البرتسس ديرنج كاف اللي بيحصل بيحصل انتراسورسيك بريجر مش عارف ايه وبالتالي بيحصل يعني اول ما الطفل بيحاول انه هو يعني هو بيقوح بيكتب نفس وبيقوح والتالي بيحصل زي رابشر للبلوت فيصل تمام تالي بيخش مني في بليدنج وكذا برضو طفل نتيجة للكرونيك كاف والكلام ده بيخش مني فيوميتنج وبيخش في ايه كرونيك سترينج تمام بكرونيك كاف كرونيك كاف كرونيك كاف كرونيك كاف المين كومبيليكيشن هات موجودة عندي هي هات موجودة عندي هي هي البرونكنيومنت تريتمنت ايريسروميسن سورطين درنات مش موجودين عندنا اللي هو الهيرباس سيموليكس والهيرباس زوستر فيروس والإنبيتيجو فاسكيب وإنشاء الله نكمله في اه في الفيديو التاني عشان الفيديو ذات طويلة بالتوفيش